بسم الله ورحمن الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله باركاته. شباب نتكلم النهار ده عن موضوع جديد حاجة اسمها كتر الكلام من فترة اللي فات دي عم وضع ناس كتير تقول لك النوع الايبات اللي احنا شغالين بدا خلاص ما عادش هيبقى موجود. والجديد بتاعه او التجديد بتاعه هيكون ده ايه هو اصلا? والهي الناس هتستخدم بسم الله. اول حاجة دي التوقس اللي نتكلم فيه ان شاء الله. ايه هو والي هنستخدمه اصلا? للنس فكرت في موضوع اي بي فرجن سيكس. تب شكله عامل ازاي بتاعتها. ما جاكتب اي بي فرجن سيكس. هيبقى الشكل بتاع عامل ازاي. ازاي تدي اي بي فرجن سيكس ده لجهاز الكمبيوتر بتاعك او الروتر. اي بي فرجن سيكس. ادرس طيب. الانواع بتاعة اي بي فرجان سكس. ازاي اي بي فرجان سكس يقدر يتعامل مع اي بي فرجان فور والعكس. اخر شيخ اي بي فرجان سكس راويتينج مروتقول. انواع راوتينج مروتقول اللي لا ممكن نستخدامه في اي بي يلا نبتدي اول حاج بيقولك ايه ليه اصلا اي هو ده وليه هنستخدامه. احنا الاول حاجة النشغلين بحاجة اسمه اي بي فرجان فور. ده الاي بي اللي كلناعم بتinqu stagn عليه. اللي هو مئة اتنين وتسعين متمانية وستين واحد واحد او عشرة زير 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 واحد اللي هو الاغلبيتنا شغال بي. طيب. بس في مشكلة كان بتكون من كم كان بتكون من اتنين وتلاتين فقط. طيب كنا نتب اربع خانات كل خانة نفعها تمانية فكان بتكون من اتنين وتلاتين بيت بس. طيب الاتنين وتلاتين بت دول لو جينا نحسب عدد الهص اللي موجودين فيهم قالك هادينا حوالي اربعة بليون اي بي. يعني اربعة بليون بس اللي موجودين في على مستوى العالم كله. يعني انت المفهوم ما توزعش اكتر من اربعة بليون اي بي. والعدد ده مش صح او الرقم ده مش دقيق قوي. ليه? لان هو اخد قال لك النمر فوسط يساوي اتنين قس اتنين وتلاتين تفدله اربعة بليون اي بي. بس خد بالك. الاتنين وتلاتين بيت ستدول كلهم مش بتوع هسط. طيب ده في جزء ضائع منهم للنتورك. وفي جزء كمان ملتقاست وفي جزء انت بتستخدموش اصلا. طبعا يعني دي وكلاس اي في جزء كتير ضائع. فانت فعلا لو قدرت تقدر لو عارفت لو عايز تحسب اللي ممكن الناس يستخدموه هي طلع معك تقريبا اتنين وسبعة من عشرة بليون اي بي. طب اتنين وسبعة من عشرة بليون اي بي. ده هيكافل الناس دي كلها على مستوى العالم. قال لك صعب حاجة زي كده. تعالوا نشوف كده احصائية كانوا عاملينها. هنا كان في عام تلاتة وتسعين ده الجزء جزء اللي ما ينفعش حد يستخدمه. زي ما قلت لك كلاس دي وكلاس اي. ام كده وكمان الجزء الخاص بالنتورك. طيب هنا الجزء ده ده اللي كان ده الناس اللي كانت شغالة جزء الفوق ده ده الجزء الفاضي. فده كان عام تلاتة وتسعين. في عام الفين بدأت الناس تزيد عن الانترنت اكتر. طبعا فبدأ الجزء الفاضي ال. عام الفين وسبعة بدأت الناس تزيد اكتر. بدأ الجزء الفاضي التالي دلوقتي في عام الفين وستاشر. ما عدتش هتلاقي اصلا موجود. يعني فكانوا لازم يفكروا في حل تاني خلاص انتهى. طبعا ما عادش فيه ما عادش في يعني الناس واحد جديد عاز يخش على الانترنت دلوقتي هجيب له منين. فكانوا لازم يفكروا في حلول تاني. طب ايه الحلول اللي فكروا فيها? قالك في حلين. في حل شرط سليوشن حل سريع كده. وفي حل او حل على المدى البعيد. الحل اللي على المدى البسيط او المدى القريب كان حاجة اسمه. ان انت تقسم الشبكة بتاعتك. وحاجة اسمها النات. ده كان الشرط سيديوشن بتاعك. يعني ايه الكلام ده? يعني دلوقتي تتعرض مسال. لو انا عندي مسلا مناسبة سعيدة في البيت مسلا. تمام? وجاي لي ناس تهنيني عشان المناسبة السعيدة دي. فجاي لي مسلا اربعين واحد. بس للاسب انا كنت جاي بسندوق اكل واحد بس. طب سندوق اكل عندنا بقى في حوالها اربعة واربعين ازازة. طب بينت جاي لك اربعين واحد. طب هي اتخدم عليهم ازاي بلا اربعة واربعين ازازة دول? حاجة من الاتنين بقى. تعم كده? اللي هو هي 오히려 هيعمل صب نتانج. طب نتانج اللي انا هبتدي اقسم بقى اللي اربعة واربعين ازازة دول على الاربعين واحد دول. بلاش كل واحد ياخل ازازة. كل واحد ياخد نص ازيزة بس. طبعا? فده معنا كلمة بيتقسم الحاجة كبيرة لحاجات ايه? اصغر شوية. طبعا? او نات كل مجموعة يتشاركوا في حاجة معينة. طبعا? خلنا النات ده قبل كده في السيسين ايه? قلنا معناها من برايفت اي بي توان بابلق اي بي. طبعا? بحاول مجموعة ايبهات برايفت لمجموعة ايبهات بابلق او اي بي بابلق. طيب ده نشرت سليوشن. طبعا? ودول خلناهم خلاص. خلنا يعني ايه سبنتين وخلنا يعني اينات وشفنا كونفجر بتاعتهم. طيب الحل التاني بقى قالك طبعا هو بلاينا اربعة عشرين ازيزة بس السندوق ما فيه شغل اربعة عشر ازيزة. لو انا راجل كريم شوية طبعا انا اجيبه صندوق كمان. اربعة عشرين ازيزة كمان. طبعا? يبقى كده معا تمانية واربعين اهوات. اقدر اخدم على الاربعين اضيف اللي جاينا. ده الحل بقى اللي هو بتاع مين? قالك ما بدل ما يبقى عندنا اتنين وتلاتين بيتس بس. طبعا كده خاصين ايه رقيك نطلع جديد? طبعا كده ويكون مية تمانية وعشرين بيت. يعني اربع اضعاف مين? طب وده هيساعدني في حال المشكلة? اه طبعا. انت هتخيل كده عدد الايبات هيبقى يساوه كم? اتنين قس كم? اتنين قس مية تمانية وعشرين بيت. كده يقوم يحسبوا العدد ده طلع لهم الرقم ده. حول تقرأه كده. رقم ضخم جدا. كده ده بيقول لك حاول تلتمية واربعين تريليون 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 اي بي. يعني تريليون تلات مرات. يعني هنا حاول تلاتة واربعة من عشرة في عشرة ثمانية وتلاتين اي بي اترس. يعني فتخيل رقم كبير جدا. يعني هنا تلاتة واربعة من عشرة وقدامها تمانية وتلاتين صفر. يعني كده فطبعا العدد. ما شاء الله. طب والعدد ده هيكافي الناس دي كلها. مش هدطر اعمل بعد كده او مش هدطر اعمل بعد كده. قال لك اه طبعا ده هيكافي وزيادة كمان. يعني كده في ناس كده كان عام بحصائية. قال لك ده لما قسموه على عدد السكان اللي على مستوى العالم. قال لك لكل شخص لكل شخص على مستوى العالم. بعدد خلايا جسمه يعني لكل خلية في جسمك لها يونيك اي بي. تخيل كده? كل خلية في جسمك لها يونيك اي بي. اي بي كده خاص ايه? خاص بيه. كل خلية. طبعا مش كل انسان. لا ده الخلية في جسمك لها اي بي خاص بيه. طبعا او عمله احصائية تانية. قال لك تقريبا هيغطى عدد حبات الرمل اللي على اللي موجودة على الكون بتاعنا كل مين? طيب معلين المهم هنا هيكفي او هيكفي وزيادة كمان. طيب يبقى ده كده عارفنا اللي الناس فكرت في اي بي فرجان سكس الهدف الرئيسي خلاص انتهى. معادش موجود. معادش في مساحة او معادش في اي بي. معادش في اي بي. معادش في اي بي. الناس تقدر تقدر. فبدوا يفكروا في حاجة جديدة اللي هو اي بي. ابتدوا بقى يقسموا بي. ابتدوا بقى يكبروا على الاي بي شوية. بدل ما هم اتنين متعتين بيت خلوهم مية عمانية والشكلات. تمام? طيب. نيجي لحاجة تانية انت ما فيش مميزات تانية هي اول ميزة للعدد الاي بهاب بتاعته كتير. تمام كده بتاعه كبير. تاني ميزة الميزة بتاعته اللي هو فاصل. سريعا. بين البيانات لو استخدمت شبكة وشبكة تانية وجدت كارم معدل نقل الداتا ما بين الشبكة وفور وفرجان سكس هتلاقي اسرع بكتير جدا. طيب اشمعنا ايه السبب في حاجة زي كده. قال لك سبب حاجة زي كده. الهيدر بتاعه. سيمبل الهيدر. الهيدر بتاعه مبسط اكتر من شايف الهيدر بتاع عمل ازاي? طبعا يهمك من كلام ده كل السورس ماك. السورس اي بي ودستشن اي بي. اه من كده. لكن الحاجات اللي فوق دي كده في المعظمها كانت حاجات اوبشن. ممكن تستفيد منها وممكن ما تعملهاش اصلا. لام وده اللي استفيد منه بدأ. في بعض الخانات كده بدأ يشيلها. حاجات كده هو شايف اللي هو اوبشن. خلص بدأ اللي هو ايه ما يعتمدش عليها او ما يحطهاش في الهيدر الرئيسي بتاعه. دعم لكن تخيل كده حط نفسك مكان الروتر. وجاي لك باكت دلوقتي. معمول لها تغليف او معمول لها بالمنزر ده. وباكت تاني معمول لها بالمنزر ده. هتفك من اصرع. او هتعمل مع مين بشكل اصرع. اكيد طبعا مع دي. مع ان حجمها اكبر. تمام كده بس منظم. تمام كده لكن هنا حجمها اصغر او بس يعني ايه كلها ده خلاف بعضة. عامل زي كده ما ديك كتاب مسلا ميت صفحة تمام كده بس ما مش شوفهوش فيهرس ومفوش عناوين والدنيا كلها ده خلاف بعضة. وكتاب تاني ميتين صفحة بس متنظم صح. تمام في الفيهرس بتاعه. هتقدر تعمل مع مين اسرع او تقرأ مين اسرع. اكيد طبعا اللي اللي هو منظم اكتر مع انه حجمه كبير ميتين صفحة بس هقدر اتعامل معي. تمام يبقى تاني ميزة في موضوع الايه? فسط. السرعة. طب في ميزة كمان قالك اه في ميزة كمان في اللي هو موضوع السيكيروتي. يعني كده السيكيروتي في اعلى من السيكيروتي بتاعت. ليه? جامعة ترافك في كله معمول بحاجة اسمها فكده الراجل ده بيعمل لأي ترافك خارج باي بي فرجان سيكس. فده نوع من انواع السيكيروتي اللي موجود. فيه كمان ميزة كمان غير الفاصط ده حاجة اسمها اوتو كونفيجريشن. اوتو كونفيجريشن اللي هو شفت كده ما تروحت الشري كيبوردة او ماوس. بس مش محتاجة تعريف. وصلها بس في الجهاز وهو الجهاز هيتعرف على الوحد. فاي بي برجان سيكس حاوله يعمل نفس الكلام. حط انت بس الكابل بتاع الجهاز بتاعك في النتورك. تمام كده وحنا الجهاز هيسحب من نفسه اي بي. طب ما حد دي حاجة خدناها قبل كده حاجة اسمها لأ حتى لو انت مشغلتش برضه هيسحب اي بي ويشتغل. طب ازاي الكلام ده? هنشوف ها قدامك. تمام? يبقى تاني ميزة. هنكتبوهم بس كده عشان ما ننساش. المميزات بتاع اول حاجة عدد الايبات هيبقى كتير جدا فهيكفي الناس كلها. تمام كده? تاني ميزة فسط بسبب سمبل هيدر. سمبل هيدر. الهيدر بتاعه بسيط تمام كده. تالت ميزة تمام كده بتاعته لانه بيطبق حاجة اسمها تمام. في ميزة كمان موجودة فيها شباب قلنا عليها اللي هي او بنسميها وصل بس الجهاز بتاعك وهيتصرف هو يشتغل ويجيب كل حاجة. طيب في حاجة كمان. في ميزة كمان موجودة فيه. اللي هو ما عادش عنده حاجة اسمها عشان المشاكل الكتير اللي كان بيعملها في بتاعتنا موضوع ده عب بيستغنع موضوع ده خلص. عب كل شغله يا اما يونيقاست يا اما لكن جزء ده عاد في الغالب ما عادش موجود. تمام? فدي كده المميزات الخاصة عد ايبات كتير. تمام كده سريع مور سكيور تمام. ده كده بالنسبة لي الناس اصلا فكرت في اي بي فيرجان سكس. طب الجزئية التانية اي بي فيرجان سكس شكله عامل ازاي? تم ماشي عايزين نشتغل بقى باي بي فيرجان سكس. شكله كده كويس هو الراجل ابن حلال كده. عايزين نشتغل بقى بي. شكله عامل ازاي ده? احنا كنا متعودين عن شكل اي بي فيرجان فور كان بالمنزر ده? مية اتنين وتسعين ميتانون ستين عشرة مية واحد. اي مش عارف عشر زي زر واحد. كان الشكل ده. كان اتنين وتلاتين بيتس بس. تمام? تخيل بقى كده في اي بي فيرجان سكس. انت عايز تكتب مية تمانية وعشرين بيت. يعني عربية. ده يبقى شكله عامل ازاي ده. بص كده. ادي خانة. ادي واحد. ادي اتنين. ادي تلاتة. ادي اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. يعني راجل ده اما بيه يتكتب بيتكتب في تمن خانين. وزي ما انت شايف كده مش بيتمثله دسم البقى وارقام عشرية. ده بيتمثله بالهكسة دسم. يعني راجل ده ادي الخانة الاولى. وبعد كده. وبعد كده الخانة التانية. نقطة اين تانين. خانة التالتة. نقطة اين تانين. خانة الرابعة. تمام كده? خانة خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تمن خانات وكلهم مكتوبين ايه? حروف وخد بالك الخانة الواحدة فها كم حرف ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. الخانة الواحدة فيها اربعة. طيب واحنا عارفين الواحد الرقم الواحد في في كم بيت? في اربعة بيت. تمام صح? يتمثلوا اربعة بيت. يبقى اربعة في اربعة يبقى كده كم بيت كلهم. كلهم على بعد ستاشر بيت. يبقى تعالى كده نكتب الكلام ده كده عشان يبقى منظم معنا. عارفنا اللي اي بي فرجان سكس. تمام كده? في مية تمانية وعشرين. تمام. واقدر امسل لهم كمان. في تمانية. اربعة خانية. تمام? تمام خانية. بس تمام خانية دول يكونوا شغالين ايه? طيب. كل فيه اد ايه? اتش فلد. تمام كده? بيحتوي. على اربعة. اربعة حروف يعني حوالي ستاشر بيت. اللي هم كان يعني اتنين بيت. جيت ازاي دي? مش انتعرف الواحدة فيها تمانية بيت. يبقى تنين بيت فيهم كان بيت. ستاشر. يبقى ممكن اقول اي بي فرجان سكس بتاعة من تامنية وعشرين بيت. صح. ممكن اقول اي بي فرجان سكس بتاعة بتاعة من تامن خانات كل اللي خانا فيهم فيهم اتنين بيت او فيها ستاشر بيت صح. تمام? بس ده كده بقى شكله صعب قوي. يعني احنا كنا في الفوق ده وكنا منتلغبة واحنا بنكتب الاي بي. ما بقى بقى بالمنزر ده هنتعامل معا ازاي? هنشوف. طلعوا لنا كده طرق اختصار كده ممكن نختصر بها شكل اي بي فرجان سكس سيكسة هوات. ادي طبعا خنات بتوعنا اللي اتكلمنا عنهم. تام كده وكل خناة زي ما اتفقنا هتبقى ستتاشر ايه. طيب. لكن طبعا يعني مش مشكلة معاك كتبت حرف الايه كابتل او حرف الايه سمول مش فرقة معنا. بس انا بيقول لك بقى ايه? يعني اي صفار متقدمة ممكن تشالها. يعني ايه? نشوفها دلوقتي. طيب. زي دي. يعني بيقول لك لو لقيت مجموعة صفار وراء بعضها ممكن تحط بس مكانها نقطتين بالمنزر ده. تمام? طيب بس قد بقى لك مش شرط ده كده. هنجيله كمان شوية في مثال. قل لي ما تعملش الاقتصار ده غير مرة واحدة بس. بتاع نشوف الكلام ده يعمل ايه? يعني مسلا لو بتاعنا بالمنزر ده. كبير او? تعمل خانيت او? تبديل في اقتصار اه فاية صفر او? بس الصفر ده مش عشميل يعني مش صفر متقدم. ده من الصفر هنا فده ما يفعش تشيله. فده انت زي ما هو. تبديل مجموعة صفر ايه? حطها بصفر واحد. ازي لا بصفر بس. تبديل هنا في اختصار? لا زي ما هو. تب دول اه ممكن احطهم بصفر واحد بس. تبديل ممكن احطها برضو بصفر واحد. تب هنا زيرو تسعة سي زيرو. الزيرو دي ممكن يتشايل. اكتبها تسعة سي زيرو. تقام كده. ده مفوش اختصار. وده مفوش اختصار. تمام? طيب نيجي بقى للصفرين دول. مش هنا انا هكتبها صفر نقطتين وبعدتها صفر. الاكتاب. لو لقيت بقى خنتين جمي بعض صفار شيلهم هم حط ايه? النقطتين دول. يعني بص كده الشكل بقى عامل ازاي? شيل هو. الصفر ده والصفر ده وراح كاتبهم ايه? النقطتين جمي بعض. طب وراجل هيعرف انين اللي كان فينا خنتين صفار قدهم كده. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة خانات. وهم اصلهم كم? تمانية. يعني نقص خنتين بصفار. هيعرف اللي النقطتين دول بيمثله خنتين صفار. تمام? طيب ده كده شكل بتاع الكتاب. تعالني ادرب المثل ده برضو كده. اف اف زير واحد زيرو 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 في الاخر واحد. نعم كده. الزيرو ده كان قصده اصلا اربعة صفار من المنزر ده وخلاب المنزر ده كده. لما مش احنا قلنا اي اي خانات صفار ورا بعضها. ممكن ان شاء الله نحطوا النقطتين. اه. فبص عمل ايه? اف اف زيرو كده مع بعض. تمام? نقطتين جانب بعض كده. فوق بعض بس ملطين. وبعد كده رقم واحد بتاعك. تمام? طب والراجل هيعرف ان اللي فيه ستة خنت صفار هنا. عدي كده? انت كتب كم خانة? ادي واحد اتنين. خنتين. هما كلهم تمانية. يبقى دي بتمسل كم? ستة. تمام صح? طب لو الدهاني بالمنزر ده. عادي ما فيش مشكلة. يبقى النقطتين وبعد كده واحد. كل الاصفار دي تشال. طب بالمنزر ده ما فيش مشكلة برضه. نقطتين بس وخلاص. تمام? طيب ده شكل الاختصار. تعال نشوف مسال كمان كده. مسال زي ده. قد قريب ان هو اللي وراء بي. اه. هو نفس اللي وراء بس بي. يعني نجابه لك بشكل توضيح اكتر. هنا الزير اتنين زيرو تلاتة واحد. ده ما فيش اختصار. بالالصفار دي نزل بصفر. تمام? ده ما فيش اختصار. ده نزل بصفر. وده صفر. وبعد كده الصفر ده لان صفر ملوش لازمة على الشمال. تمام? وبعد كده الرقم ده وبعد كده الرقم ده. طيب اتمثلك في اخر شكل النهائي ده. ينفع اختصار في حاجة? اه ينفع. مش دول صفرين وراء بعضهم. ممكن نشيرهم وحط ايه? اقطتين بالمنزر ده. طيب كده هو كتب كم خانة? ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة وهم تمانية. يبقى دي بتمثل كم? اتنين. تمام? يبقى كده. خدنا كده قاعدتين في الاختصار. اي صفر على الشمائل يعني هو لقيت صفر اكس 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 كده. خلاص شيلها. خليها اكس 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 بس. تعمل تب لقيت صفرين وبعد كده اكس اكس مفيش مشكلة. شيل الصفرين خالص. بس الرقمين بتوعها. تب لو لقيت تلات صفار. وبعد كده رقم. تعمل كده او حرف مفيش مشكلة. شيله خالص واكتب لي الحرف بس. دي كده كانت ترى الاولى. يبقى اول حاجة في الاختصارات. اي صفر على الشمال منهاش لازم. شيلها. تعمل تب تاني خطوة. تعمل كده تب لو لقيت كل صفار. زيرو 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 زيرو. هعمل فيها ايه? شيلها وحط ما كانت صفر واحد بس. تمام? طيب. الخطوة التالتة. تب لو لقيتها كده صفار نقطتين وبعد كده صفار زيها. هعمل ايه? شيلها وحط الزيرو. بعد كده نقطتين زيرو. او ممكن تشيلها. تعمل كده. وتحط ما كان ايه? نقطة دي. يعني بس خد بالك الاختصار العلامة دي. ما بتحطهاش غير ايه? مرة واحدة بس. يعني ايه الكلام ده? يعني بص كده. لو ضربنا مسال زي ده. مسال الفين. زيرو. دين تلاتة اربعة. باتيجي نعملها فوق احسن. عشان تبقى عينا. حل المسال بتاعنا فوق كده. طلع دي فوق كده شوية. نجيب احنا تكستروكسلينة. ونكتب فيهم. عشان نعرف بس يتحكم في الالوان الكلام ده. لو كتبت هنا الفين. واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة. زيرو زيرو واحد ايه. واحدين تلاتة اربعة. واحد اتنين. زيرو زيرو اتنين سي. ايه. حاجة بالمنزر ده كده. ده شكل اي بي فيرجين سيكس اهوه. ده شكل اي بي فيرجين سيكس اهوه. بس كده شكل كبير قوي. تعال نختصر واقع كده. الاختصار بتاعنا ممكن يبقى ازاي. اول حاجة الفين دي فيها اختصار? لأ. بقت تكتب الفين. زي ما هي. واحدة يقول لك اما نشيل الصفار دي هتشيلها ازاي عامة? ازاي كان دي صفار على اليمين مش على الشمال. تمام? طب دي الرجل ده يمكن نحط ما كان صفر. الخنة اللي بعدها صفر. طيب زيرو زيرو واحد ايه? تمام? هتنزل واحد ايه بس. طب الصفر ده صفر. 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 وبعد كده اتنين سي. ده صح? طبعا كده ما ممكن اعمله بشكل تاني. اشيل دي خلاص معلش. اشتغل احنا بروحاتنا هنا بقى. يبقى ده كده شكل اختصارة. طب ممكن اعمله بشكل تاني اوه ينفع. الفين. تمام? مش دي صفرين هم ممكن نحطوهم نوطتين جامعة. تمام كده? وبعد كده واحد ايه? مش جول تلاتة صفر واربعة ده همات ايه رأيكم نحطوهم كمان دابول كلهم هم كمان جامعة. بعد كده ننسي. بقى حاجة منهم. طبعا شايف كم ليه غلط? يعني كده. انت العلمة بتاعتك دي كررته. طب وايه المشكلة لو كررته? طب تعال كده هنحاول نرجع الرقم ده الاصله. انت كاتب كم خانة? ادي واحد اتنين تلاتة. تلات خانات. تلات خانات من اصل تماني. يعني نقص لك خمس. ايه اللي هيعرفك اللي دول صفرين? طبعا كده خانتين بس. ودول تلات خانات. ما يمكن دول تلات خانات ودول خانتين. صح? فما ينفعش العلمة دي تشوفها اكتر من مرة. هي مرة واحدة بس. يبقى الحاجة بالمنزر ده كده من الصح. ما اللي كنت عايزة كتبه صح عاملو ازاي? في المنزر ده كده? الفين نقطتين واحد ايه? وبعد كده زيرو زيرو زيرو. وبعد كده اتنين سي. ده كده صح? اه مكتبه هتعرف تراجع لاصله? اه هعرف. انا كتبكم خانة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كتب ستة خانات هون. تمام? ادي ستة خانات بتوع. يبقى اصلاهم تمانية يبقى دي بتمسل خانتين صفرين. تمام? طيب او ممكن كنت اكتبه كده. اش هساعدها على نفسي اكتر. زيرو زيرو واحد ايه? وبعد كده نقطتين وبعد كده اتنين سي. هعرف ارجعوا الاصله اه هعرف انا كده بكم خانة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة وهما كل هم كام تمانية يبقى دي بتمسل ثلاثة صفار. اه فعلا ان هم دول ثلاثة خانات. واضحت? يعني كده يبقى هنا الغلط اللي كان في دي اللي احنا كنا قررنا مين? العلامة دي. اخد بالك بقى من الحاجات من التلات اختصارات دول. اي صفر على الشمال هنشالها. تمام كده? اي اتكرر ليش النقطتين دول. تمام كده او ما تحطها ليش دل مرة ايه? مرة واحدة بس. نشيل لبقى كده. تمام. طبعا في اسئلة في الامتحان كتيرة جدا عن موضوع الاختصارات ده. يجيب لك اي بي وقول لك الاختصار بتاعه ايه? او يجيب لك اي بي وقول لك الاي بي ده صحة ولا غلط? تمام كده? فلازم تبقى عارف يا ترى ايه الاختصارات بتاعتك بتمشي الزي. وما تلات خطوات بس او تلات انواع اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. يبقى كده اتكلمنا عن اول نقطتين بس. تمام كده? ايه هو وليه باستخدمه? تمام كده? والريبريزنتيشن بتاعنا شكل هيبقى عاملت ازاي? تمام? طيب. هقف لغاية كده في الفيديو ده. تمام كده ونكمل في فيديو التين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا شباب نكمل بقية الاجزاء الخاصة باي بي فيرجان سكس. كنا في الفيديو اللي فات بس شرحنا ايه هو وليه الناس توجهت لاستخدمه وبعد كده شرحنا جزء كده في الريبريزنتيشن. شكل عامل ازاي? وترقوا الاختصار بتاعته اللي موجودة عن دول. دعا نكمل النهاردة. جزء في الريبريزنتيشن. ونكمل كمان. طيب. نكمل بتاعنا. ده خلاص كان شكل وترقوا الاختصار بتاعته. كنا بنقول اي صفرة على الشمال ممكن نشيلها. تعمل اي مجموعة صفرة وربعة بتنزل بصفر واحد بس. تعم? لو مجموعة صفرة وربعة ده بالمنزر ده كده. ممكن نشيلها نحط نقطتين. بس قلنا بشرط ما تتكررش العلامة ديت او ما تحطش للمرة ايه واحدة بس. تمام. نيجي بقية نكمل بتاعنا. طب شكل زي ما انت شايف كده شكل كبير قوي. تمام بتكون من كم بيت اتفقنا مية تمانية وعشون بت او كم خانة? تمام خانة. تمام. قال لك تفقين جزء النتورك وجزء الهوست. احنا كنا عارفين في كان على حسب نوع كلاس. كلاس ايه بيسبت خانة واحدة نتورك وتلات خانات هوست. كلاس بي اتنين نتورك وتنين هوست وهكزا. مم قال لك هنا بقى في فيش حاجة اسمها كلاس ايه وكلاس بي وكلاس سي. ومالها تعمل ايه? قال لك احنا اسمها بالنص. تمام كده هنا ياخد اربعة اربعة وستين بتز كاملين دول بتاع النتورك. واربعة وستين بتز تانين تعم كده دول بتاع مين? الهوست. فهي اسمها بالنص. اربعة وستين خاصين بالنتورك واربعة وستين خاصين بالهوست. طيب بس الجزء بتاع النتورك ده بدأ يزبطه شوية. بدأ يعمل في حاجات كويسة شوية. بصوا كده انت دلوقتي لو حد تتصل بيك مسلا ورقم التلفون بتاعه مسلا لقيت حد بتصل على والرقم جاي لك كده. زيرو اتنين. زيرو خمسين. اتنين تلاتة. واحد وشوية ارقام. استنتجت ايه من الرقم اللي بتصل بيك ده? اه استنتجت الاول الرقم ده مفتاح البلد. صح? الراجل ده دلوقتي من الكهر. ده مفتاح مصر. طب بعد كده زيرو خمسين ده نفتحه المحافظة. اه الراجل ده المنصورة مسلا. او المحافظة ده اهلية. اتنين تلاتة واحد ده. ده بتاع السنترال. اه كده السنترال بتاعك. مفتاح السنترال بتاعك. بعد كده اللي هو رقم التلفون بتاعك التالي. فلو حد اتصل بي وظهر قدام الرقم ده. هقدر احدد هو الراجل ده من بلد ايه? محافظة ايه? سنترال ايه? المكان بتاعه موجود فين? او هو تابع لانهي السنترال. حاب يعملوا حاجة زي كده في النيتورك برضو. في جوز النيتورك كده. بص كده عامله ايه? قال لك طيب هي من الشركة المسؤولة عن توازيع الاي بي. قال لك المفروض احنا بنعمل بتاعتنا. فمنظمة اسمها انترنت بس احنا احنا مش هنتعمل مع المنظمة دي مباشر. وما راح نتعمل مع مين? قال لك هنتعمل مع الاي سي بي. احنا بناخد الاي بي بتاعتنا منين? والاي سي بي. طب السيرفز بروفايدر بقى بياخدوا الاي بي بتاعه منين? قال لك السيرفز بروفايدر بياخد الاي بي بتاعوا من حاجة اسمها او ا اختصار كلمة انترنت ت Teachster. قال لك المنظمة اللي اسمها الانترنت ألت نمبرエسورة دي مقسمة العالم لخمس مناطق. او خمس على مستوى العالم كله. واحدة اسمها ليك بي واحدة اسمها كزا واحدة اسمه كزا واحدة اسمها كزا وحدة اسمها كزا. كل واحدة مسكن منطقة معينة. اللي تهمين اللي هيでしたدي اللي ماسك الشرق الاوسط طبعا يعني تا daata والاتصالات وفدفون الناس دي بتحبي تاخد الاي بي بتاعها بتروح تحجز الاي باب بتاعتها من الشركة او من منظمة اسمها Где forget it. فدي الخاصة بالشرق الاوسط. في واحدة تانية الخاصة بافريقيا في واحدة تانية خاصة بمساق بالآه امريكا اللي تانية تقريبا طبعا كده. في واحدة تانية خاصة بأوروبا وهكذا طبعا كده. طبعا فهنا fish انترنت تعمل كده مقسم العالم كله لخمس مناطب. تعمل كده دول بيسمهم حاجة اسمها اصار كلمة ده هو اللي بتدي يتعامل بقى مع يوزع على الاي بيات على الاي سي بي. والاي سي بي وزع لنا احنا كايه? كانديوزر. بص بقى عاملوا اي بقى في بتاع ده بقى عامل ازاي? قالك طب ايه رأيك في في الجزء الخاص بالنيتورك ده? تمام? عايزين يعمل حركة زي بتاع تلو فون دي. قالك ان انا سبت لك اول ثلاثة وعشرين دول خاص بالفي بتاعتها. بعد كده من ثلاثة عشرين لاتنوم وتلاتين دول بتاعول يعني ده الرقم اللي في الاول ده هيدل على انت موجود في انهي منطقة في العالم. انا منطقة من الخمسة دول. واخد من بعد كده الرقم التاني ده هيعبر عن طب انت هاخد نت من طب بعد كده رقم التالت ده هيعبر عن السايت. انت ما كدك فين بالزبط? يعني انت اخد من تي اي داتا. طب من تي اي داتا موجود فين? في الكاهرة ولا في اسكندرية ولا في المنصورة? ولا فين بالزبط? اخر حاجة تعمل ده الجزء بتاع السابنتينج اللي موجود معنا. وبعد كده الاستيشن اي دي او الانترفيس اي دي ده بتاع الحصد محدش هيجي ناحيته. يعني هي الكلام ده. بصوا كده. لو جيت دلوقتي مسلا. فتحت سيم دي بتاعتي وكتبت حاجة اسمها ان السلوك اوب. تم كده عشان ابتدي هشوف كده معين كده ونجرب عليه. فعلا لو عرفت اي بي جهاز معين اقدر حد المكانه اه تقدر. طب نجرب كده. ان السلوك اوب ده بفتح سيشن كده او بفتح اتصال مع دين السيرفر بتاعي. بحيس لانا هاسأله عن اسم جهاز معين او موقع معين يرد علي بالاي بي بتاعي. يعني مسلا لو قلت له مسلا الموقع ليا. قال له والله لياه وده. تم كده ده 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 اللي بيرد عليها. ليه الراجل ده شغال بيها وليه برضو ايه عشان يقدر يخدم على الناس اللي شغالة طيب ده تعال كده ناخد واحد فيهم ناخد مسلا الرقم ده مسلا. تمام? ونروح فتحين موقع زي ده ونكتب الاي بي ده. شايف قالك ايه? الناس ديت في كده ممكن يجيب من كمان. وروح جابلي الناس بالزبط فين? تعم كده الشارع اللي هو موجود فيه حتى الاي بي ده. يعني عرفت دلوقتي الياهو موجود في المنطقة دي. حتى رسمها لك على جوجل الميبقى هو المكان بتاعها فين? تعم لو عايز تفاصيل اكتر عن العنوان ده في موقع تاني اسمه اي بي فيرجان سيكس لوك ابتول نفس الموضوع بقى تعم بيقول لك الراجل ده كان مخدمة الاسمه كزا تعم كده ده اللي عمل نفسه باسم الياهو تعم كده من الكلام ده من سنة مسلا الفين وخمسة فاجيب لك تفاصيل اكتر عن الاي بي ده. فهنا اصبح اللي هو يقسم الاي بي بالمنزر ده كده تعم كده اصبح كانوا من انواع سيكورتي كويسة ان لو عرفت الاي بي بتاع الراجل اللي بعمل اتاك عليها هقدر اجيبه احدد بالزبط هو تابع انهي ار اي ار وتابع انهي وفي مكانه فين بالزبط. تمام? يبقى ده شكل كده اي بي فيرجن سيكس شكله عامل ازاي? طيب. نيجل الخطوة التانية. خصيا اي بي فيرجن سيكس. طيب انه دلوقتي عايز ايه الخطوات عشان اشغل جهاز باي بي فيرجن سيكس? قالك والله قدامي ترقيتين. ياما استاتيك اما ضينام الجهاز بتاعشان يسحب اي بي اما بسحبه اوتوماتيك اما بسحبه ضينام. طيب استاتيك اول حاجة اللي هي المانوال. خش على الاعدادات بتاعت الكرت الشبكة بتاعك. هتلاقي اي بي فيرجن فور واي بي فيرجن سيكس. عنجبها احسن. قلي كرت الشبكة بتاع هوت. هنا هتلاقي عندي في حاجة اسمها تام كده وفي تي سي بي اوفر اي بي فيرجن سيكس. ما لما عمولي علي اعلامة صح كده. ما معالي كده الراجل ده مت اكتب. يعني اقدر اشتغل على الجهاز بتاع ده اي بي فيرجن سيكس. طب لو شلت على انت الصح. يبقى خلاص ما ينفق. هو شغال بس اي بي فيرجن فور بس. طبعا نقول له مش هنشتغل اي بي فيرجن سيكس. قوله طيب انت قبتينه اي بي اوتوماتيك هتسحب الاي بي هات بتاعتك اوتوماتيك ولا تستخدمها استاتيك. طبعا لو قلت له استاتيك هي دي اول طريقة بقى. هو اللي مسلا اي بي بتاع مسلا الفين واحد واحد. زي ما انت ملاحز كده مفيش هنا خانات يعني مش مقسمها اربع خانات زي ما كان عامل في اي بي فيرجن فور ولا مقسمها تمانية. ليه? قال لك السنت ده ممكن تختصر. ممكن تكتب لي خانتين. ممكن تكتب لي خانتين. ممكن تكتب لي تلاتة خمسة. الله اعلم. طب هنا في حاجة شابها اللي انا كتبها دي. يبقى انا اختصر كم خانة? تماما صح? ستة. لان انا كاتب خان تين بس. هم اصلهم تمن خانات. يبقى نقطين في نص دول اصلهم ست خانات صفار. طيب بتاعك اللي هو زي السلاش بتاعك كده. شايف كتب لي وهو من نفسه كم? سلاشة اربعة وستين. ليه? لانه دايما شو احنا هم نجوز انتورك اربعة وستين والهوستة اربعة وستين زي هم. طيب يبقى دي الحاجة الاولية. لو حبينا نشتغل يبقى كده منوال انترفيس اي دي. طيب. طيب. في طريقة تانية شباب اسمها دي شربعة وستين. دي برضو بس دي مع الراوترات. هم بصوا دي يعمل بتاعمل ازاي? اخسار كلمة ايه ايه ده? طريقة كده ممكن مجد اي بيل الراوتر بتاعي استخدمها معه. تمام? بصوا كده هيعمل ايه? انا ممكن اخش الانترفيس بتاع الراوتر اقول له واكتب الاي بي كامل. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. كتبت تمان خنات وقلت لسلاشة اربعة وستين. فيش انا صنة ماسك بقى على حاجة. طيب كده انت ادتت له التمانية كلما او ممكن كنت اقول له ايه? 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 اكتب له اول اربعة خنات بس. انهما بتاعوا. تمام? بقول له سلاشة اربعة وستين. وبعد كده اكتب له ايه 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 ايه? دي معناه ايه? بقول له انت هات انت جزء الهوص بالوحدة. يعني كتبت لك جزء اهو. هات انت الجزء الخاص بالهوص الوحدة. طب هيجيبه هو ازاي? هو عايز يضمن اللي هو يحط حاجة معينة. بفيش حد يديره ينفع يكون عنده نفس الموضوع ده او نفس الاي بي ده. طب ايه الحاجة لما يفعلش تقرر? عادوا يفكروا كده قال لك اه مش في حاجة اسمها الماك. مش على خلاص. يبقى احنا ناخد الماك بتاعنا ونحطه في الاربعة وستين اللي ننقصين بتوع الهوصد. بس قبلتهم مشكلة زيارة. ايه المشكلة اللي قبلتهم? الماك اهو? هادي واحد اتنين تلاتة اربعة جمسة ستة اتنشر حرف اربعة واشرين اي او اي واربعة واشرين فيندر. طب الراجل ده تمانية واربعين بيت بس. واحنا عايزين كان بيت. احنا رفض عايزين اربعة وستين. نقص لنا اربعة وستين. طب ما احنا معنا شغل تمانية وعبعين. نقص اربعة وستين. لك خلاص سهلا. احنا هناخد جزء ده جزء لوحده. جزء لوحده. وروح حاطط في النص انا. خلتين كده من عندي اف 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 اي. ده كده كل واحدة باربعة اربعة فاربعة بستاشر. ستاشر. يعني دول ستاشر بيتنا نزود ده. زائد التمانية واربعين بيت دول. من هما كلهم على بعض. يبقى كده اصبحنا كان بيت. اربعة وستين. يبقى هنا التاني. ترى على الاسماء. عبارة اللي انت بتاخد. اول لاربعة وستين بتوعي النتورك انا بديهم لك. طب انت عايز تجيب جزء الهوست. بتروح واخد بتاع الانترفيز بتاع كارت الشبكة بتاعك. بتقسمه نصين. جزء اربعة واربعة واربعة وعشرين. وتحطه في نص انت الخنتين دول. كده دول ستاشر بيت وتمانية واربعين بيت وبقى كم? بقى ستين. يبقى ده اصبح شكل شكل الايه? الجزء اللي هيتحط في جزء الهوست. او شكل الارقام اللي هيتحط في جزء الهوست. طيب بس في حاج كده بيعملوها كمان. بيقولك بيجي على البيتس رقم سبعة وبيغيرها. يعني البيتس رقم سبعة في الغالب او دايما بتبقى زيره. تمام كده بيجي هو وبيخليها كم? واحد. ده معناها اللي هو يعني ايه? الماك ده انا مغير فيه. يعني دي مش حاجة مش ده الحقيقي. او مش ده الماك الحقيقي بتاع الجهاز. لان اخدته غيرتها نافية حتى نستخدمه. في طريقة اسمها الايهوست. تمام? طيب. هنجاب لك مثال تاني هوت. تمام كده. من ترفيز كزا. وراح كاتب اي بي. ستاشة اربعة وستين. اي و اي كاسب. وده الماكة هو. بص عمل ايه? شوف الاي بي النهائي بها عاملة ازاي? ادي التامن خانات اللي هو كتبهم. اربعة خانات اهمت. دلات واحد. وبعد كده مش ده الماك هيقسمه بالنص. كده ويحط في نص تريبل اف اي. بالزبطة. ادي تريبل اف اي ها. تمام? وده الماك هنا وهنا. واضح اده. تمام. بس في القناة مش نستخدمها. يعني مش هستخدم الطريقة. واحنا مندي. اي بي للراوتر بتاعنا هنديله اي بي ستاتك على طيب. بس حبيت اوضح لكم يعني اي 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 ويقوم. يبقى كده جاهز عشان يحط اي بي. ممكن ستاتك. تمام كده انا اكتبه له جاهز. او ممكن لو على راوتر هيتطيب له بس جزء النيتورك وقول له هاته انت جزء الوسطة لوحدة. طب ديناميك بقى. الله اقدر ادامك. في طريقتين. ياما اللي انا شغل خدمة العادية اللي احنا متعودين عليها في اي بي فيرجن فور. هشغل تمام? هيوزع اي بي فيرجن سكس. يامي بقى حاجة اسمها تمام كده? ايه دي? دي اللي هنطرف عليها في الفيديو الجديد ان شاء الله. طيب اما احنا جدا اتفقنا الجهاز بتاعنا عشان ياخد اي بي فيرجن سكس ياما نشتغل ياما نشتغل عن طريق المانوال تخش انت وتديله اي بي بي ده او في طريقة اسمها اي او اي تديله بس اول الاربعة وستين بت وهو بيجيب هو الاربعة وستبت التانيين عن طريق الماك ادلس بس دي بنستغنم في الراوتر. طيب اطرية تقعنية بقى ديناميك استيلمين. ديناميك استيلمين دي فهنوعين. استيتلس اوتو كونفجريشن وستيتفول دي اتشي بي. يعني عشان الجهاز يسحب اي بي اوتوماتيك ياما شغال له خدمة دي اتشي بي. زي ما تعاوننا في اي بي فيرجن فور. ياما استيتلس اوتو كونفجريشن. هنشوف ده يعني إيه؟ هدلي عند سيرفر شغال كدي اتش سي بي سيرفر تم كده بس اي بي فيرجن سكس. خلال الجهاز ببعت يcity جماعة لو دي اتشي سي بي سيرفر يرد علي دي اتش بي سيرفر يديه اي بي من البقول اللي بتقعه الموجود عنده. طيب ده العادي ده استيتفول دي اتشي بي زي اي بي فيرجن فور. واعي الجديد بقى حاجة اسمه استيتلس اوتو كونفجريشن. استيتلس اوتو كونفجريشن الجهاز هيحاول يجيب اي بي من نفسه حتى لو انت مش مادتلوش اي بي ولا مش عاقل خدمة طب ازاي هيتعامل ازاي لو تفتكركم من خصائص اي بي فيرجان سيكس او من ذاته كن مقنون حاجة اسمها اوتو بلاي او اللي هو اوتو كونفيجريشن هم بيشتغل اوتو كونفيجريشن اللي هو بلاجن دي بلاي بنجورة ما بتحطه في الجهاز بتاعك في الشبكة بيشتغل على طول. طب هيجيب اي بي ازاي. على كالجهاز اول ما بيشتغل بيبعت رسالة حاجة اسمها ار اس اختصار كلمة راوتر سولستيشن بيبعت رسالة كده لو في راوتر فيكم يعرف نفسه. طب كازا ما يكون بيستفزيز الراوتر كده يقول لكم لو فيكم راوتر ايه يرد عليه. طبعا ما بعتها ملتقى استروا كل الراوترات بحيس الراوترات كلها تعرف نفسها. طب لو وصلت لاي راوتر بيرد بحاجة اسمها ار اي اختصار كلمة راوتر ادفارتايزمن. تمام كده. فبيرد الجميع النوتس اللي موجودة ملتقست برضه. بيرده على جميع الأجهزة ولما جماعة. في راوتر موجود دلوقتي. الاي بي بتاعه كزا. تمام? والبريفكس اللي هو عنوان الشبكة اللي احنا شغالين فيه. تمام? فبيقول له عنوان الشبكة اللي شغالين فيها ايه? وبيقول له الاي بي كمان ايه? تم كده الجهاز ده كده مش الجهاز ده عشان يشتغل. محتاج اي بي. ومحتاج السابنت ماسك بتاعه. ومحتاج جيت وي. صح? طب ما هو كده عارف الجيت وي. مش الراجل ده اداله الجيت وي هو. قال له تفضل ده الاي بي بتاع الدفولت راوتر بتاعك. تمام كده. طب ومحتاج سابنت ماسك. طب ما هو قال له البرفكس سلاش كم? اربعة وستين. لي بعرفت الجيت وي وعرفت مين? السابنت ماسك. لسه لي بس مين? الاي بي. طب تعال شوف كده الجهاز ده هيتصرف ازاي? كان الجهاز بعد حاجة اسمها. راوتر سوليستيشن هوت. رسالة للراوترات يا جماعة كل الراوترات تعرف نفسها. والراوتر رد عليه بالبريفكس عنوان الشبكة وتضفل تروت اللي هو الاي بي بتاع الراوتر نفسه. تمام? طب الهوسط ده بقى عشان يجيب اي بي لنفسه. هياخد اللي هو استقبله. تمام كده ويزود عليه اللينك ده اللي هو بتاعه. يعني ايه الكلام ده? قال لك جهاز الكمبيوتر بتاعك دلوقتي. لما انت بعدت رسالة الراجل رد عليك بالبريفكس عنوان الشبكة الرئيسي. تمام انت عندك الاي بي. جزء اين? جزء خاص بالنتورك. وجزء التاني خاص بمين? بالهوسط. تمام كده? ده اربعة ستين وده اربعة ستين. هو الراوتر يدي لك ده. اول اربعة ستين بيت بتاع النتورك. تمام كده? ناقص يديني مين بقى? جزء الهوسط. قال لك لأ انا مش هستنى الراوتر او دي اتش بي هو لي اديني الهوسط لانا فيه اتش بي اصلي. نعم كده او ما لها يعمل ايه? قال لك مش جهازه كمبيوتر ده او. ليه مك ادرس? كل كارت الشبكة في الدنيا ليه مك ادرس بتاعه? قال لك ايه رأيك بقى ما اخد انا المك بتاعي واروح حطه فين? في جزء الهوسط. يبقى انا كده ضمنت اللي محدش غيري هياخد الاي بي ده. لان المك استحالها يقرر. يبقى عمين? النتورك. لسهنا جزء الهوسط هيعمل ايه? يروح جهاز الكمبيوتر واخد المك بتاعه وحطه فين? في جزء الهوسط. بس في مشكلة هتقابله. المشكلة اللي هتقابله اللي المك تمانية واربعين بيت بس. وجزء الهوسط هنا احنا عايزين كان بيت. اربعة وستين بيت. طيب ما كده في ناقص في ستاشر بيت ناقصين. بالزابط يعمل نفس الحركة اللي كان الراوتر هناك بيعملها. فاكملية الترية بتاعته. هيفصل المك ده في النص يعني هنا دول ستة خاناتهم ودول ستة ويحط في النص ايه? تريبل اف ايه. تعاني شوف الكلام ده تم ازاي? ادي الالفين او. ده اللي الراوتر بعته. وده المك او. كده شايف كتابه ازاي? اي زيرو. سي تسعة اي زيرو. سي تسعة طبعا صفرين دول على الشمال بتتشاله. من خصص اي بي فيرجن سكس اي صفارة على الشمال بتتشال. بصوا بقى هنا راح كاتب ايه? اف 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 اي. وبعد كده كمل بقى واحد اي اي خمسة بي ستة. كمل عادي. يبقى فصل لهم هنا فصل المك بتريبل اف اي. واضحك كده الفكرة. هم يبقى الفكرة البساطة. اللي انت هنا الراجل ادي لك جزء النتورك وانت عايز تجيب جزء الهوز رح تجيب المك حطه هندي. بس قبلتك مشكلة اللي انت عندك كمان يا وربعين بيت بس في المك. وانت عايز اربعة وستين. قال لك عادي. الاي او اي هتحلل المشكلة دي. تعم هجيب المك بتاعك اسمه بالنص. وحطه في النص تريبل اف اي. ده كده بالنسبة. طبعا بقى بيقول لك مميزاته. تعم كده مش محتاجين هنا دي. يكون في عندنا اصلا. تعم كده. اه بيسمح للهوز بتاعك. دي ما فوق كلمة. قال له. يعني هنا. الهوز بتاعك المجرد ما يوصل بس بالنتورك هيشتغل على طول. مش هدفع فلوس كتير. مش هكلف نفسه وسترد دي اتش بي. سويت ابل فور ويرلس نتورك. لو الكلام ده يبقى كويس قوي لو احنا عاملين شبكة ويرلس. طب شبكة ويرلس مش هلف على كل واحد ادي له اي بي. تعم كده لا انا هشتغل بستيتلس وتكون في جريشان على طول. تعم. بكده يبقى انتهي من الموضوع الاسين اي بي فيرجن سكس. ازاي تدي لجهاز بتاعك اي بي فيرجن سكس. سواء بالطريقة العادية. اللي هي الاستاتك. تعم كده او بالطريقة اللي هي الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بدنا يا شباب نكمل بقية الموضوع الخاصة باي بي فيرجن سكس. اتكلمنا عن اي هو اي بي فيرجن سكس ولي الناس هتتجي ليه ولي هنستخدمه اصلا. وعرفنا طريقة ازاي نكتب اي بي فيرجن سكس وبعرفنا إزئي نعمل اثان الاب بسبب اثاني لم يكن اسم掰掰 طيب تعالتشوف النهاردة بقى حاجة جديدة حاجة اسماه انواع الاب ب stomach انواع الاب ب بتاعنا إيه كان عندنا انواع الـ traffic الموجودة فابتي ب Term died وهنا في مInt and Form 3 ومالتيكست والبروكم يبعت لجهائز ملافض لجهاز ملت وجروب ماست وغير بقائده لجيره كله أو مضicorn لكنه فيه يبقى عندنا حاجة اسمه ببروكالم يروب ماست لجهاز يعتفقنا أيضا لا يوجد شيء اسمه مبروك قصد فطلع نوع جديد اسمه ايه اني قصد ونعرف ايه وده ايه وده ايه يوني قصد بقولك ده الاي بي اللي بتكتب على انطفز بتاعك على كارت الشبكة ده وان تو وان مالتي قصد لا ده ساعتها تبقى وان تو ميني انت جاهز واحد بس بيكلم ايه جروب معينة الاني قصد بقى حاجة بيسموها وان تو نيرست منك للاقرب لك بس خد بالك قبل ما اشرحنا الاني قصد ده المالتي قصد هنا لرنجات معينة زي ما كان عندك في اي بي فرجن فور المالتي قصد كان بدايتك ماتين اربعة وعشرين زيرو زيرو ومن ماتين اربعة وعشرين لماتين تسعة وثلاثين اللي هو كلاس دي المالتي قصد هنا في اي بي فرجن سكس لازم تلاقي بدايتك اف اف زيرو اثنين لان في الغالب بيجوز والف الامتحان جاب لي شوية تقريبات كده وبقول لي انه واحد من دول مالتي قصد اح fır'Dو pesier ما bounded تظ큼 ده الفقصد بيعبر عن جميع النول يعني جميع الاحهزة اللي liver الحومة له شبيه للاد ال品ه ف ف زيرو اثنين ده ، кстати بيكلم كل الراوترات اللي فى الشبكة يبقى ده مالتي قصد لكل الراوتر لكنه ملتكاست لجميع الاجهزة سواء راوترات سواء بي سي اي نوع طب الوس بف طب هناك كم 24005 لا المرادة هنا يبقى يبقى FF02 5 طب كم 24006 ما يجي كلمة DR هنا FF02 6 طب الرب كم 24009 لا هنا يبقى FF02 9 وهكذا الفكرة البساطة لأي ملتكاست يكون بدايته ايه FF02 طيب بقى كده عرفنا الونيكاست وعرفنا ملتكاست ناخد النوع الجديد اللي هو اسمه إنيكاست ايه بقى النوع الجديد ده قالك ده انا بيقولك حاجة اسمها وانتونيرس يعني منك لقرب واحد ليك يعني ايه ملتكاست يعني فيه اكتر من دفايس موجودة عندي لهم نفس الادرس لهم نفس الابين وكلهم بيقدموا خدمة واحدة ده معنى ايه بقى انا نشاهد الرسمة دي كده هنا مثلا انا عندي كذا سيرفر في النتورك بتاعتي وليكن عملوا حاجة هم كده كويسة كده في الـ DNS بتاع IPv6 وليكن ده الـ DNS اللي موجود في مصر مصر وده الـ DNS موجود في السعودية وده DNS موجود في امريكا ده واحد وده اثنين وده تلاتة عندي تلاتة DNS دلوقتي DNS موجود في مصر DNS موجود في السعودية DNS موجود في امريكا تمام كده طيب في IPv6 قالك ايه رأيك اما ندي لكل DNS اللي على مستوى العالم نديها نفس الـ IPv6 يعني خلي جماعة DNS على مستوى العالم كلها او جماعة صرف رب تقدم خدمة معينة هديها IPv1 بس طيب ليه تعمل كده ليه حيث لو الجهاز ده انا قلت له اما تحب تطلع عن الـ DNS DNS بتاعك هو الـ IPv6 فهو يروح للراوتر الراوتر يحدد بقى تبمين اقرب DNS ليه بتاع مصر ولا بتاع السعودية ولا بتاع الامريكا والله لو احنا في مصر هياخد بتاع مصر لانه ده اقرب له قصة بتاعته صغيرة لو احنا في السعودية هياخد بتاع السعودية لو احنا في امريكا هياخد بتاع امريكا هم كده قصة بتاعته اصغر فهنا الراوتر انت بتبعت الرسالة للراوتر تقول له واديني الـ IPv6 الراوتر يحدد اقرب سيرفر موجود فين ويوصلك به لو انا كده استفدت ايه قالك استفدت حاجتين استفدت اول حاجة توزيع احمال بدل ما الناس كلها كده تيجي على الـ DNS بتاع مصر ده لا الناس بتاع مصر شغالين مع الـ DNS بتاع مصر الناس بتاع السعودية شغالين مع الـ DNS بتاع سعودية الناس بتاع امريكا شغالين مع الـ DNS بتاع امريكا يبقى كده الحمل بتاعك متوزع دي اول حاجة الحاجة التانية استفدت موضوع البقاء لو الـ DNS بتاع مصر وقع خلاص ما فيش مشكل ساعتها الراوتر مش هيلاقي ده موجود فهياخد فالطبيع اللي هو اختر قصة من الاول عشرين تبع عشرين وقع مفيش مشكلة همشي مع خمسة وعشرين تبع خمسة وعشرين وقع همشي مع ايه اربعين يبقى هنا الراجل ده كده فيه موضوع بقر فيه موضوع ردندنس بحيث لو واحد وقع وفيش مشاكل هو الاي بي كده كده ثابت هنفع يروح يكلم اي جهاز فيه عشان الجهاز بيسموه بقى وان بس تو ايه منك للاقرب ليه يبقى اكتر من جهاز لهم نفس الاي بي بس لازم يكونوا كل الاني كاست نود كل الاجهزة اللي شغالة اللي بغضل الاي بي الاني كاست ده بتقدم خدمة ايه واحدة يعني كلنا دي ان اس او كلنا وبسيرفر او كلنا ايه بوبليك سيرفر اللي هم هم كلنا بنقدم سيرفس معينة او خدمة واحدة طيب وبعد كده الروتر بيحدد اقرب ديفايس ليه وبوصل له تبسي وتابل فور ايه لود بالانس تمام كده بس طبعا عشان توزيع الاحمال وعشان البقى تمام ده كده بالنسبة للاني كاست يبقى عرفنا اليوني كاست اي بي خاص بجهاز وعرفنا المالتكاست اي بي خاص بجروب واني كاست اي بي واحد متشاير على كذا جهاز طيب بس اليوني كاست ده هو بتشوفيه شوية التفاصيل شوية تعنا عرفها اليوني كاست كده اليوني كاست في منه تلات انواع في حاجة اسمها لينك لوكل في حاجة اسمها يونيك لوكل في حاجة اسمها ايه Global Unicast في منه تلات انواع Global و Unique Local و Link Local الفرق ما بينهم Global ده Public اللي انت هتاخده عشان تطلع به عن نت وده اللي في الغالب اللي هنشتغل به طعم كده يعني لو هشتغلوا ب IPv6 هنا في مصر الايبات اللي هتتوزع هتبقى ايه Global دي الايبات اللي بنشتغل به طب افرد دلوقتي احنا الوقت في مصر لسه IPv6 ماشتغلش لسه ماشتغلش على الاي سبيل اللي عندنا بس انا عايز اجرب IPv6 في اللاب بتاعي او عايز اجرب IPv6 في الشركة اللي انا اشغال فيها حاجة برايفت بس بيننا وبين بعض ده كده ما اطلع نت برة اطلع فرق عادي قال له خلاص بقى ايه اشتغل حاجة اسمه ايه Unique Local ده شبه البرايفت اي بي طعم كده لو بشتغل حاجة ايه داخلية بس طب اعملوا ازاي ده ليرينجو معين احنا كان عندنا البرايفت اي بي فرق عادي بي بداية عشرة او 192 او 172 اعمل كده هنا اليونيك لوكال ليه رقم اه طبعا اليونيك لوكال هنا اعمل كده بس بيستخدم فين داخل الشبكة بس اقول لك في الغالب مش هتستخدمه كتير لان في الغالب كله شغلنا هيبع ايه بس ازا ما اقول لك كده ممكن استخدم اليونيك لوكال ده لو احنا جوه الشبكة الداخلية بتاعتنا بس لو الاس بي لسه مداش خدمة البابلوك اي بي او البابلوك اي بي او فبنشتغل بلينيك لوكال طب بدايتنا بتبقى ايه اول حاجة لازم يكون بدايتك حرف الاف دي يعني بتكتب اف دي وبعد كده بقى اكتب اي رقم انت عايزه يعني مسلا في الشركة كلها هيبقى بدايتنا اف دي وبعد كده مسلا واحد اتنين ثلاثة وبعد كده جزء الهسط المهم اول خانة يبقى فيها ايه اف دي اف دي ايه بقى بعدها مش مشكلة مهم كلنا بدايتنا اف دي يبقى ده معنا كلمة يبقى يونيك لوكال يبقى يونيك لوكال دي معناها الاي بي هات بتستخدم بس داخل الشركة بتاعت ايه اصلا نملك شابه البيت اي بي بيرجان فور طب النوع التاني يبقى اسمه الونك لوكال طب افرد انا في الشركة هنا في مسلا في الشركة بتاعتي او في اللاب بتاعي لا كتبت اي بي فيرجان سيكس جلوبل تمام كده ولا كتبت يونيك لوكال مش انت كنت بتقول IP version 6 auto configuration هيشتغل من نفسه اه طب هيشتغل من نفسه هيبعت حاجة اسمها router advertisement اسف هيبعت حاجة اسمها RS router solicitation والراوتر يرد عليه افرد ما فيش راوتر طب هيعمل ايه في الحالة دي؟ هل لك بشتغل بقى حاجة اسمها ايه؟ Link local ايه Link local دي بقى؟ بصوا كده Link local بتكون بدايتك حاجة اسمها FE8 zero ده الرقم بتاعي وبقيت ستة وخد الاربعة وخمسين بيتس ده الكولومبو يكونوا بايه؟ بصفاء يعني بداية F8 zero وبعد كده بصفر الباقي كله واجه هنا جزء الهوست طب جزء الهوست تعمل في ايه؟ عادي بقى ما احنا عارفنا بيبقى عندك الماك بتاخد الماك تحطه فين؟ وجزء الهوست بس خد بالك الماك ما تحط جهه جزء الهوست الماك اربعة الماك تمانية واربعين بيت وانت عايز كم؟ عربعة وستين كنا خدنا ترى اسمها EUI صح كده فكرنا نجحوا الفيديو اللي بتاع المرة اللي فاتت ده كان في ترى اسمها EUI بيكسر الماك بالنص طبعا كده بفتحه من النص كده ويحطه جواه تريبل FE طيب استخدمه امتى بقى الـ FE8 zero ده؟ استخدم الـ قالك ده شبيه كده بقى بالأبيبة شبه الـ حاجة تستخدم ده كل الاجهزة بتاخده من نفسها بس بيستخدم جوه الشبكة الداخلية بتعمله طب استخداماته بقى فعملية وانت بتعمل او فعملية مين؟ وانت بتعمل ده في حالة لو انت ما عندكش لـ و لـ يعني ايه الكلام ده؟ بصوا كده شبك دلوقتي الجهاز بتاعها ود ذكرت الشبكة بتاعي يعني نوع عملت بربورتس كده وده وده انا كده افعل بس مش كتب اي ايبهات بس مش كتب اي ايبهات طب اوتوماتيك طب اوتوماتيك ما مفيش وكمان مفيش راوتر بيصبرطة الراجل ده هيشتغل ازاي؟ تعال كده بصوا كده على فين؟ ايبهات 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 تلات انواع يونيكاست ومالتكاست ونكاست يونيكاست بتاع شخص واحد جهاز واحد مالتكاست بتاع جروب انكاست بتاع اكتر من جهاز بيتشاركوا نفس الابيهات طيب اللي نيكاست كان ثلاثة انواع وينكاست لوقل الطبيعة هنشتغل بالغلومة تعمل كده مش موجود وليكاست مش موجود الجهاز هيتصرف وشتغل ايبهات ده كده 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 انواع الايبهات طب اللي انا بس محتاجك تعرفه وتبقى يعني ارتبط park اندخل اللي امتحان امتاحي انت أساسي امتيش اي حاج الوصف اهو ما بوجد بب에서аков اي حاج الوصف اي حاج الوصف سنوي اي حاج الوصف شفر مع الوصف نتعلم أية ايد في اي ساعة هانست عمل شفر فدواع لأي حاجة بدايتها F80 ونجيب لك كذا اي 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 بي من ده يونيك لوكل فهتختار كلمة اي حاجة بدايتها FD اي 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 بي مالتكاست اختار حاجة بدايتها F02 ده انهي واحد بقى يونيكاست جلوبال يعني اختار بقى اي حاجة غير الرنجات ده وضحت تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا شباب نكمل باية الحاجات الخاصة بIPv6 خدنا الحمدلله اي هو IPv6 ولم نستخدمه وعرفنا الrepresentation طريق كتابة IPv6 وعرفنا ازاي نحط IPv6 لجهازه الكمبيوتر سوى static او dynamic وعرفنا الIPv6 address type وعرفنا الانواع IPv6 اليه الunicast والmulticast والinicast تعال نهاردة نعرف بقى IPv6 transition يبقى الكلام ده دلوقتي العلم مش بنيوم وليلا هتحاول لا في بعض الناس بدأت تشتغل IPv6 وناس تانية لسه شغالة للغاية دلوقتي طب هتكلمون مع بعض ازاي يعني عندك اليابان دلوقتي كلها على بعضها شغالة IPv6 طب هنا في مصر لسه شغالين طب يتواصلوا مع بعض ازاي ما كده في مشكلة طب افرد في ناس شغالة IPv6 وليوم فرع تانية هنا في مصر يعني واحد في اليابان وفتح فرع هنا في مصر ما عايز يفتح connection من ابن الفرعين بتوعه لما كده مش هيعرف لان احنا هنا في مصر تشغال IPv4 طب حل الموضوع ده ايه طرق الانتقال ازاي هتنقل من في الجوريسمات او في بعض البرتوكولز كده هنشتغل بها بعض الطرق المكانيزم كده هنشتغل بها حيث نقدر نوصل الاتنين دول ببع اول طريقة لو انت في نشغلها IPv4 ونشغلها ممكن نعمل حاجة اسمها dual stack ايه ديوال استاك ده؟ معنى كلمة ديوال استاك اللي احنا هندي للراوتر بتاعنا اتين واحد IPv4 وواحد ايه IPv6 بحيث لو حد يجي بعتلي بيانات IPv4 يقدر يتعامل معي حد يجي بعتلي بيانات IPv6 برضو ايه يقدر يتعامل معي يبقى انا كده في الديوال استاك ده هحتاج الراوتر بتاعي بصبرت الاتنين ياخد IPv4 وشغله راوتنج بروتكول خاصة بIPv4 وادي له IPv6 وشغله راوتنج بروتكول خاصة بIPv6 اكلهم راوترين ايه يعني ان الراوتر ده اتنين واحد شغال وواحد شغال ده معنى كلمة بس الحل ده مش عامل ايه قوي لان انا دلوقتي يعني انا مثلا هجع على كل الراوترات اللي على مستوى العالم وفاعل IPv4 حاس لو حد جاي حد جاي صعب ان انت تكبر الاس ب كلها اللي يتحول نفسها لان الاس ب نفسه محتاج يعمل ابجريد بقى للراوترات اللي عنده الراوترات والاوريتنج سيستم الايو اس اللي عنده كانتشغل على فمحتاج بقى يدرب المهندسين اللي عنده ويعدي ويعلي الايو اس ويعلي عشان تفهم ايه فموضوع دي هو الاستاكل لا نكبر كل الراوترات على مستوى العالم تشغل ده وتشغل ده هيبقى صعب شوية طيب هذا الحل الأولاني اللي هو الـ Dual Stack طيب الحل الثاني ممكن أن نعمل بقى حاجة اسمها الـ Tunnel Tunnel ليه كذا نوع حاجة اسمها من هو الـ Tunnel حاجة اسمها 6-24 Tunnel Isotab Tunnel تريدو Tunnel ما هي من الشيء التفاصيل دي أنا هي مني بس اللي في حاجة اسمها Tunnel Tunnel لها يعمل ايه؟ بقول لك تخيل كده لو انت عندك هنا IPv6 Network تعمل كده وهنا IPv6 Network يعني واحد في اليابان هدى يشغل IPv6 وجه يفتح فرع هنا في القاهرة واشتغل برضو ايه؟ IPv6 نعم وحب يوصل بقى الفرع بتاع اليابان ده بفرع بتاع القاهرة طيب المشكلة اللي هو هيضطر يعد على طيب الـ ICB اللي في مصر طيب الـ ICB اللي في مصر شغلة مين؟ IPv4 فكون اللي هو هيجي باكت فيها IPv6 لو باكت بالمنظر ده IPv6 هدر اول ما يجي في اول ما يجي عند ايه مش فاهم يعني ايه ويلاقي باكت بالمنظر ده يروح عملها ايه؟ drop وقع معرفات طيب انا متعود على IPv2 وثلاثين بيت بقيت لـ IPv128 استحالها في امام الهدر ده طيب حل الموضوع ده ايه؟ قال لك تما تجي نعمل له حاجة اسمها تنالينك ايه تنالينك ده؟ زي نافق كده هيخبل باكت بتاعتي يعني ايه هتخبل باكت بتاعتك؟ هو راجل ده يفهم مين؟ IPv4 طيب بص بقى كده سيقوم بسرعة حالة هذه الراوترين سيضع له راوتر دها من هنا شغال IPv6 لكن البورتر المطلعوا على الانترنت سيضع له IPv4 والان يكون واحد 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 والبورتر دها من هنا شغال IPv6 لكن البورتر دها شغال IPv4 وليكن اتنين 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 يبدأ IPv4 والانيحى دي ايه؟ IPv4 البرتو ده بس البرتات اللي طالع على الانترنت طب وبعدين هقول للراوتر ده بعد إذنك ما تحب تبع الداتة للجهاز اللي هناك بتاع مصر ده هدي الداتة هي وده الهيدر بتاعك وفيش مشكلة بس اول ما يجي لك اول ما تيجي الباكت دي للراوتر هقوله زود لهيدر جديد بس خاص بمين اي بي فرجن فور تتوقع بقية هكتب هنا ايه هكتب السرس اي بي انا واحد 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 وراح هكلم اتنين 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 فبالتالي دلوقتي لو هدر زي ده اتحط على الباكت بتاعتي اول ما اروح للاي س بي بتوع مصر هنا هيبص على هدر مين اللي برا ولا اللي جوه لا اللي برا كنا فيقول له انت واحد او ده اي بي فرجن فور هو فهن زر جديد اتنين ماشي ه VA متفضل مين ه겠احي اول ما يسهلني للراوتر ده الراوتر ده بتاعي هو وباخذا اي بي فرجن سيكس بس نتفاجew علي الهدر از term اللي بتاع Lore اخببيت اللي بلا باكت جوه لاول snatch result انهوتش ابي فيرجان سيكس بتتغلف واذا انزق النظر برتكول زي ابي فيرجان فور زي السميس الابي فيرجان فور. ويمقى انت كده بقى عندك لين هضر? هضر لبيرجان 6 ده الرئيسي وزودت انت هضر لمين؟ لمين? لبيرجان فور. تمام بس طبعاً بس عن حدود بتاعتك يعني ده روتر شركتك. وده روتر التين في الشركة بتاعتك. بس ده الشركة اللي في مصر ده الشركة اللي في اليابان. محتاج لك تعمل ديوالي ستاك عشان تفهمه. هنا اي بي فيرجن سكس وهنا اي بي فيرجن فور. لكن الراوترات اللي في الاس بي. هل انا ملز ما خلاك ولا تشغل اي بي فيرجن سكس? لا مش شرط. ما انا كده كده خبيت الهدر بتاع فيرجن سكس جهو هدر مين? فيرجن فور. يبقى هنا لو عايز فيرجن فور وفيرجن سكس يشتغلوا مع بعض ياما اشغل ديوال استاك اشغل على راوترات كلها وده حل مش عملي. اما هعمل حيث لو انا عندي وعايز يكلم لكن في النص هيعيق حاجة زي كده امش هيقدر يوصلها فعملنا حاجة اسمها التنل. اختلفتها بعد. تمام? طيب اخر طريقة طيب افرد واحد مش راح يكلم لأ ده راح يكلم يعني مسلا افرد واحد في الابند الوقتي حبي يكلم سيرفر لي ايه. طيب احنا افترض للياهو لسه شغال اي بي فيرجن فور. يعني لسه اخد اي بيات فيرجن فور. ما حولش هو كمان لمين? اي بي فيرجن سكس. طبعا نعمل ايه? ديوال استاك قلنا صعب. تنل مش هتنفع. اصلا التنل دي محتاجة وانا ملسه الحال لا نروح للياهو واعمل. فمش هينفع على ديوال استاك ولا هينفع تنل. او ما لها هعمل ايه بقى? هلك في حاجة اسمها النات بي تي. ايه النات بي تي دي? هنا واحد اي بي فيرجن سكس وعايز يكلم حد اي بي فيرجن فور. بص بقى هيعمل ايه? هدع الروتر اللي في النص الدفايس اللي في النص ده. واعمل عليه حاجة اسمها النات. احنا اخدنا النات قبل كده في اي بي فيرجن فور. بس النات كم معناه? بحاول برايفت اي بي ليه? بابلق اي بي. لأ بص بقى المرة هنعمل ايه? انا جهاز HEO. حبي يكلم الجهاز ده بس الجهاز ده هيعمل ايه? اول ما هيبعت الريسالة بتاعتو للروتر. الجتوي بتاع اول ماенная linkاتو اتوصل للروتر. الراوتر هو هم خرجها من هنا هيديها اي بي فير جن فور. يعني بص هي كاني يتطلع يقول له انا امتيني واحد تسعة تسعة Santo Papa راح اكلم الجهاز ده dsorceBettac تعم كده؟ عايز اوصل لجهاز اللي هناك ده. اول ما اجي عندي الراوتر ده اه الراوتر قال له لا ده مية سيكلم ستاشر واحد واحد. يعني وهو بيكلم الهصد ده كلمه بالآي بي بتاعه او اللي موجود هنا. اللي موجود هنا. مع ان اصلا الراجل اللي بيكلمه رح هو شايل وحطت مكانه ايه? بعد كالجهاز لما يرد برضو على فرد على مية سبعين سبع تاشر واحد واحد تجي هنا. اول ما تجي لده يروح راجع محولها بقى تاني في كامل? يبقى النات هنا نات بي تي هنا تهم كده ما بيحولش لأ. ده بيحول من الناس بتقول يا بان مسلا. ما يحبوا يطلع كلهم على النات دلوقتي. حاني يفتحوا موقع عليها. بس موقع عليها هو اخد اي بي فرجان فور. ما اشتغلش لسه بافتراض يعني. تهم كده. ساعتها في راوتر هيفعله خدمة عليه اسمها النات بي تي. بحس يحولهم بتاعهم. هو خارج عليها. يدو له بولي يكون واحد 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 واحد. ولياء هم ما يرد هيرد على مين? على واحد 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 ده. وبعد كده ده ورده يحول واحد واحد دي يروح مرجعت ان الكامل. وضحت. يبقى كده في تلت طرق. ياما اما تنالينج ياما النات بي تي. تمام? التنال تستخدمها لو عاز يكلم في برجان سيكس زيه. بس في النص ووالنات بي تستخدمها لو وفرجن سكس عازي يكلم فرجن فور. تمام تمام. يبقى كدة تي طريقة الترانزشن ما بان او طرهم الانتقال ما بين اي ب فيرجن فور واي ب برجن سكس. تمام. السلام عليكم وارحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بنا نكمل الجزء اللي كنا بنى انا في اي ب برجن سكس. الحمد لله دي الوقتي قطعنا شوف كبير فيه خدنا الاول ايه هو IPv6 و ازاي و ليه الناس اصلا بتستخدمه فبشكل IPv6 بنكتبه ازاي و ايه طرور الاختصار المختلفة اللي فيه خدنا ازاي نعمل ازاي نعمل ازاي 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 يقدر ياخد IPv6 بعد كده اتكلمنا عن انواع الادرس طيب اللي موجودة في IPv6 بعد كده اتكلمنا عن transition ازاي لو حد شغال version 4 يقدر يكلم حد version 6 او العكس تعال نهارده ناخد بقى IPv6 routing protocol انواع routing protocol اللي موجودة عندنا في IPv6 انواع routing protocol اللي موجودة في IPv6 عنها زي الستاتيك routing عندنا زي الرب بتاع IPv4 بس المراد بقى rib ng رب next generation ده الاصدار الجديد من الرب في ال osbf ازاي ما كان عندك osbf في IPv4 هنا برضو في osbf بس version 3 ده اللي بيشتغل مع IPv6 عندنا حاجة اسمها intermediate system ده شغال برضو بس ده مدرسناوش قبل كده في ال n e في عندنا multiple protocol ده نريد في ال n b ان شاء الله ده شغال برضو على وعندنا ال i a g r b برضو درسنا i a g r b قبل كده في ال s c n e ايه خاص ب هنا ال e a g r b d خاص ب ipv6 بس هنا بيقولك في نوتس صغيرة كده بقولك اي ب برجان سكس يوني كاست راوتنج يعني قبل ما تابتدي تعمل اي لأي نوع من انواع راوتنج بروتكل ده لازم تكتب على راوتر الاول كلمة ايه اي ب برجان سكس يوني كاست راوتنج يبقى الامر ده اللي بيفعل انواع راوتنج بروتكل دي كله طيب تعال نطبق لابس صغير كده ونطبق عليه ال static routing و ال rib ng و ال usb في برجان سري و ال e hr b بسم الله تعال نشتغل على باكت تريسر هذا الروتراب بتاعتنا واللي يكون سيريز 2900 اهدات وصايد وهده السويتشات وهده اللي موجود عندي عنده صايد بالمنزر ده كده فارغم بالمنزر ده راوتر وسويتش هنا وراوتر وسويتش هنا نزود بس بورت سيريال هده سيريال بورت هنا وهنا نفس الكلام سيريال بورت تمام نوصل بقى الشبكة بتاعتنا جيجا 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 في الجهاز بتاعي جيجا جيجا برضو في الجهاز بتاعي ونوصل قبل سيريال بورتراب سيريال 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 الفين سلاش اربعة وستين طيب هنا فوق هنا هوزع فرنج الفين و واحد سلاش اربعة وستين وهنا هوزع فرنج الفين و اتنين سلاش برضا اربعة وستين طبعا هنا الفين ده ونقطتين دول اقصد بهم احنا عارفين جزء النتورك عارفين جزء نتورك وجزء هست والنتورك في اربع خانات يعني المفروض دي كان اصلها الفين زيرو زيرو ده الجزء الخاص بالنتورك وجزء الهست بقى هنشوف هنكتبه ازاي ده اربعة وستين بس انا اختصر طبعا ثلاث اصفار دول وكتبتهم نقطتين على طول مباشر على طول طيب تعال شوف بقى الايباد هتوزعين ازاي المفروض الانتوركيز ده هنقدله اي بي او الاي بي في الشبكة والي يكون واحد وده نفس الكلام ده واحد وده هنقدله اي بي اتنين وهنا ده ورده هياخد الاي بي واحد تمام ازبط بس ده طيب تعال نشوف بقى كده هنقده اي بيات ازاي على الانترفيز بتاعتنا وازاي نشغل اول حاجة على الروتر الاولين هو سي ايل اي نو تقبر بس الحجم شوية تمام هنا اول حاجة انيو من فجرة ترمنا ولكن ده الفراج بتاع المنصورة تمام هنا اول حاجة هنعملها هنخش على الانترفيز جيجا زيرو على زيرو ده ونديره الاي بي بتاعه هقول له انترفيز 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 جيجا زيرو على زيرو تقام كده هنا عشان ندي اي بي بقى بدلا ما كنا بنكتب اي بي ادرس على طول هنا هيبقى اي بي فيرجان سيكس ادرس يعني كل اللي اختلف بس كلمة فيرجان سيكس دي يبقى اي بي فيرجان سيكس ادرس وهنكتب الاي بي الفين وواحد نقطتين واحد يبقى انا كده اختصرت الاسفار دي كلها اللي في النص بالنقطتين بس او الدبل كولن اللي انا حطيتهم دول سلاش اربعة وستين عادي يبقى كده الجهاز خد اي بي فيرجان سيكس وبعد كده نشط دون عادي نشط دون تمام يبقى كده خلاص الانترفيز بتاعي خد الاي بي الفين واحد واحد طيب اجزت الانترفيز بقى السريع انترفيز سريع زيرو على زيرو اي بي فيرجان سكس ادرس هيبقى ياخد الاي بي الفين واحد هو ده كان الفين يبقى فوق الانترفيز الجيجا ده احنا غلطنا هنا الانترفيز الجيجا ده الاي بي بتاعه مش الفين مش الفين واحد ده هيبقى الفين تمام والانترفيز السريع انترفيز السريع بتاعنا ده ياخد اي بي فيرجان سكس ادرس بدل الفين هتبقى الفين واحد اي بي فيرجان سكس ادرس اي بي فيرجان سكس ادرس كده خلص لغة الاي بي عليها واكتب له تاني الاي بي من اول اي بي فيرجان سكس ادرس الاي بي بتاعه المفروض هيبقى الفين نقطة واحد سلاش اربعة وستين ده الاي بي بتاعك واخش على الانترفيز التاني اللي هو سريع زيرو على زيرو تمام الاي بي فيرجان سكس ادرس خاص بي هيكون الفين واحد نقطة واحد سلاش اربعة وستين وبعد كده نشط دعم كده خلاص اشتغل خلاص بس حالته دون لان لسه القصوده لسه مش استغلش يبقى انا كده ديت اي بي الانترفيز ده وديت اي بي الانترفيز ده عايزين نتأكد لو عملت كنا زمان بنتأكد بامر شو اي بي انترفيز بريف صح كده شو اي بي انترفيز بريف هناك تبقى اللي حالة الانترفيز باختصار بس كده بظاهر لي لها شغال اي بي فيرجان فور اصلا اشغال اي بي ورجان سكس اشكي يعني يقول لك الائي بي انقصين فهنا هقول له كل اللي هزود بس هزود جنب كلمة اي بي فيرجان سكس قال لي خلاص انترفيز زيرو على زيرو حلته اب. واخد الاي بيها. ده الاي بي اللي هو نقصت اللي انت عطه هنا. وده اللي هو بيجيب هو من نفسه. عن طريق بكتب اف اي تمانية زيرو. وياخد الماك ادرس. تمام كده. ويحطه في النص تريب اف اي. طريقة اللي كنا كلمنا عنها. اللي اسمها الاي او اي. ده شربع وسط. طب السيريال زيرو على زيرو. واخد الاي بي برضه. وابرضه واخد لينك لوكا له. لو حد لاحظ كده هيلاقي اللي هنا شبه اللي موجود فوق. بس دي مش هتفرق معي او مش هيعمل له مشكلة هنا. ليه? لان المفروض الانترفيز ده في شبكة. والانترفيز ده في ايه? شبكة تانية. وهو اللينك لوكا اللي بيكلم بالشبكة الدخلية بتاعه بس. يعني الراجل ده ما يحب يكلم الجهاز ده هيكلمه باللينك لوكا اللي بتاعه. طب هو هنا هنا متشاب ماشي. بس هنا مش هيفرق برا الانترفيز اصلا. تمام. طيب كده انا خلصت بتاعتي على الراوتر بتاع المنصور. طب نخش بقى على الراوتر بتاع اسكندرية. اول حاجة برضو بنيدي الايبهات. انا مش هارف حرف اللي انا عندي بيكتب مرتين لي. هنا انا بعد كده الانترفيز اللي اسمه جي جا زيرو على زيرو. بعد كده اي بي فيرجان سكس ادرس جي جا زيرو على زيرو ده هيخد اي بي فرينجي كام? الفين واتنين. تمام. الفين واتنين. نقطة اين. اه واحد سلاش اربعة وستين. نشط دول. تحد حرف اليو كمال عم بيكتب مرتين. على علينا. طيب والانترفيز السريال. انترفيز سريال زيرو على زيرو. الاي بي فيرجان سكس ادرس الخاص بي هيبقى الفين وواحد. مقطة اين اتنين. سلاش اربعة وستين. سلاش اربعة وستين. تمام. وبعد كده نشط ده. تمام. كده خلاص. انا اديت اي بي فيرجان سكس سواء للراوتر ده او للراوتر ده. عايز اتاكد من هنا الانترفيز دلوقتي اي ما مشغالة. قلنا الامر بتاعنا اسمو شو? اي بي فيرجان سكس انترفيز بريف. خلاص. قال للانترفيز ده شغال. والانترفيز ده برضو شغال. تمام. طيب نشوف بقى الاجهزة كده. عايزينها تسحب اي بها ممكن عن الجهاز ده عشان تديره اي بي. ممكن تقول له وتكتب انت الاي بي. والبريفكس الانس بتاعك وتكتب بتاعك. او ممكن تقول له دي اتش بي. بس الكلام ده لو انت مفعل خدمة دي اتش بي هنا. او لو تفتكرهم كان في حاجة اسمها كان الجهاز هو بشتغل هو من نفسه وبعرف يجيب اي بي. طب بس لو اخترتها دلوقتي الجهاز مش عارف يجيب اي بي. ليه? انت مفعلتش خدمة اي بي فيرجان سكس راوتنج. لسه الراوتر ده. فلازم نفعل اول خدمة الاي بي فيرجان سكس. فهنا كل اللي مطلوب مني خشي على موضي الكونفيجريشن. هقول له اي بي فيرجان سكس يوني كاست راوتنج. لما كده بقى فهمه اللي هو هينفع يشتغل اي بي فيرجان سكس. وهنا نفس الكلام اي بي فيرجان سكس يوني كاست راوتنج. تمام. تعال نشوف بقى كده. لو المرادة قلت له فعلا قدر يجيب اي بي هاو. اشتغل بالطريقة اللي اسمها ستتلس اتو كده. بعد راوتر والراوتر راوتر تعم? ادي سحب اي بي هاو. تقدر انج النيتورك الفين. وجزء الهوست بدأ يجيب بتاعه وخطفه النص تعم كده. وطبعا ده الادرس بتاعه. وده الجتويل بتاعه بس عارفه برضه طيب الجهاز التاني. لو قلت له طبعا مش هيشتغل لان احنا مش هغنش بيع الروتر وتكون فعلا سحب الاي بي عاد ما فيش اي مشكلة. طيب كده دلوقتي الجهاز ده يقدر يكلم الروتر بتاعه. ما فيش مشاكل. والجهاز ده يقدر يكلم الجتوي بتاعه ما فيش مشكلة. لكن لو قيت اوصل ما بين الجهازين وبعض. لا في مشكلة. ليه? ستت دلوقتي بعد تقول له انا الفين واديني لالفين واتنين. طب الراجل ده في الروتنج تابل ما عندوش الفين واتنين اصلا. تعالش في كده شكل الروتنج تابل. احنا كنا زمان بنكتب امر اسمه شو اي بي. صح? بس دلوقتي فاضل ما فيش حاجة. ليه ما فيش حاجة? بس انت كاتب اي بي. يعني انت شغال على فور. لا احنا عايزين بقى بتاع اي بي فيرجان سكس. قال له شو اي بي فيرجان سكس اين. يعني اي حاجة بعد كده فيها كلمة اي بي. حط جنبها كلمة اي? هيشتغل معك على طب. طيب. اللي فعلا فيه شبكة شبكة elle非ون. دي دي من thingard بانترفيز 0 على 0. وانت عطيله بتاعه الفين واحد. هو فعلا احنا حطينا اي كانت Scenes. mais ده شبكة كنf بي تاني اسمها الفين واحد. ليس كده كنفز serial. اه تمام. والسرال ده اللوكال بتاعه انت تديه كم? الفين واحد واحد. طيب. طيب. طيب يبقى كده الروتنج تابل الانди работает connect اللي عنده. فده عارف الفين واحد بس. فما اج�� اقول له اولا اني اولü twenty two. هيقول لي ما عرفكش اصلا من الفين واتنين ده. ولو جيت هنا قلت له انت كمان وريني شو اي في فيرجان سيكس روت. وريني بتاعك. قلنا نعرف مين? الشبكة الفين واحد والشبكة الفين واتنين. اللي هي الشبكة دي. والشبكة دي. ما يعرفش برضو حاجة عن الفين. فبالتالي لو جيت اوصله من هنا ال هنا قل له وديني الالفين. مش هيرده برضو. طب حل الموضوع ده ايه? تمام? لشغل اللي احنا عامليني اصلا الفيديو ده عفا طيب. تعال شغل بقى نمشيهم واحدة واحدة. في عندك الاستاتيك. في عندك الرب. في عندك الاوة السباب. في عندنا الاي او جو اربين. نمشيهم بالترتيب كده. ناخد الاستاتيك الاول. لو عايزين نشغل الاستاتيك روت. هنعملها ازاي? كل مطلوب مننا. حاجة على الروطة الاولاني. بالزمان كنا بنعمل في اي بي فيرجان فور حاجة اسمها اي بي روت. اتفقنا اي حاجة في فيرجان سيكس سنزوج جنبها كلمة فيرجان سيكس. فيقول له اي بي فيرجان سيكس لو حبيت توصل للشبكة بتاعتك اللي هي الفين واتنين. مش احنا عايزين نعرفه الشبكة الفين واتنين. هو عارف الفين واحد مش عارف الفين واتنين طيب. لو حبيت توصل للشبكة الفين واتنين داه completa ستلاشه عربعة وستين. بعد ازنك اخرج من من سيريال زيرو على زيرو على زيرو. يبقى كده بقول له لو حبيت توصل للشبكة دي اخرج بس منين من السيريال ده. ممكن اكتب الانترفيس اللي هو الانترفيس اللي انا هفرج منه او ممكن اكتب يعني كان ممكن ايبين اللي قدامي كم الفين واحد اثنين كان ممكن الامر ده اكتبه بالشكل ده كده وروح كتب جنبها الفين وواحد مقطتين اثنين يعني بقول له لو ما تحب توصل للشبكة دي روح بس الانترفيس اللي احنا شغالين شبكة من هنا هنا فمش مش مش سهلة اللي احنا نشتغل هنشتغل بالانترفيس على طول طبعا ضغطت انتر كتبت الاتنين طب صحيح لو كتبت الاتنين هو يمشي على مين فيه هيمشي على ده ولا يمشي على ده لأ هيمشي على فوق لان ده بتاعته افضل تبقى بزيرو لكن ده بتاعته وتطبر بواحد طيب فلو جينا دلوقتي نعمل شو اي بي فعلا في امر الضفا هو تقلب على اذنك لما حب اتصل للشبكة الفين واتنين هوصل لها تعطى ممكن هوصل لها من سيريال زيرو على زيرو وبرضه هروح من خلال الفين وواحد اتنين طيب مش كده انا خلصت هنا على بتاع المنصورة ده طب نروح بقى للراوتر بتاع اسكندرية نعرف ازاي يرجع بقى بتاع اسكندرية ده عارف الشبكة الفين وواحد وعارف الفين واتنين نعرف ازاي يوصل لالفين لو حبيت توصل للشبكة الفين سلاش اربعة وستين بعد اذنك هترجع من سيريال زيرو على زيرو على زيرو نشوف كده نتأكد اه هو تعام كده اتعارف اللي في شبكة الفين هيوصل لها من سيريال زيرو على زيرو طبعا مش كتب بتاعها لان احنا ما كتلناش الامر بتاعه طيب تعال نشوف بقى كده هيوصلوا ببعض بلا من هنا الهنا طمام الدنيا كده مفيش اي مشكلة طب ازاي يقدروا يوصلوا ببعض ما انت بانيت بتاع الراجل ده بقى عارف ازاي يوصل للشبكة الفين واتنين انت عرفتها ولو والراجل ده عارف ازاي يرجع لك مرة تانية يبقى ده كده لو كنا عايزين نشتغل يبقى الستاتيك راوتنج وببساطة بنكتب الامر بتاعنا وبنكتب الشبكة اللي احنا عايزين نوصل لها بالبرفكس بتاعنا ويا اما اكتب سواء هتكتبوا بتاعه تمام كده او هتكتب اللي هو الخاصة يعني كم ممكن اكتب ده اللي هو الخاصة بس بلان هي استخدم افضل على طول تمام ده كده شكل في نوع من انواع ناخد نقبل كده اسمه دفلت روت ده لو انا بالوقت بتاعي وصل على مشاهدة اعرفوا بقى الشبكات كلها اللي عند الاي سي بي لا اقول للراوتر اي حاجة ما تعرفهش روح بس المين للاي سي بي وهو يتصرف فكنا عايزين نرمي كل الشبكات الانون نتورد ارميع على الاي سي بي طب هنعمل الامر ده ازاي هناك كنا بنكتب اي بي فيرجان سيكس روت اي بي روت اربعة صفار طبعا هنا بقى هيبقى اي اي بي فيرجان سيكس روت نقطتين بس نقطتين دي يعني كله صفار طب طب السبنة ماسك كام بردو سكلاش كام زير طب هروح لمين روح بستكلم الاي بي ده وفروت ده بقى الاي بي بتاعمين الاي سي بي تعمل كده فهنا لو عايزين نعمل دفلت روت هيبقى اي بي فيرجان سيكس روت موطتين وبعد كده بنكتب الاي بي بتاعنا تمام ده كده كان شغل الستاتيك نوقف لغاية كده ونعمل فيديو جديد لديناميك روتينج بقى انشاؤه يبقى الفكرة كلها ببساطة انا بنتي بتاعتنا تمام كده هنا الشبكة الفين الفين واحد الفين واثنين وبعد كده عملنا من الروتر بتاعي المنصورة هنا للشبكة الفين واثنين والستاتيك روت من هنا للشبكة الفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بينا شباب نكمل الوزء اللي فضل لنا في اي بي فيرجان سيكس خلنا انواع روتينج بروتكون عرفنا اللي هو الستاتيك والرب والاو والسبف والاي وجوء البي شرحنا المحاضرة لفاتة الاستاتيك راوتنج. شفنا الاستاتيك في اي بي فيرجان سكس هيتم ازاي? تعال المراضي بقى نطبق ديناميك راوتنج. اول نوع من انواع ديناميك راوتنج بروتكول هيقابلنا. هو مين? الرب. الاصدار الجديد اللي طلع من الرب. خصائصه بتعتبر شبيهة جدا بخصائص الرب اي اي فيرجان تو او الرب اللي اشتغلنا عليه في اي بي فيرجان فور. بس هنا ده بقى بيشتغل على اي بي فيرجان سكس. تعال شوف طريقة التفايل بتاعته عم نزل. ده اللي كنا اشتغلنا عليه المحاضرة اللي فاتتها هو. طيام كده كان عندك تلات شبكات. هنا الشبكة الفين. هنا الشبكة الفين واحد. هنا الشبكة الفين واثنين. وكانوا فعلا ينجهزين فعلا قادرين يوصلوا ببعض. بس عشان كنا مشغالين ده. نرجي بقى الستاتيك راوتنج ده. ونشتغل ديناميك راوتنج. اده امر الستاتيك راوتنج اهو هالجي. اده الامر اهوت. نو. ايه لجي الستاتيك روت اللي انت كنت كاتبه ده. نو. كده الستاتيك راوتنج خلاص تشال. وهنا برضه هنرجي الستاتيك روت اللي كنا عاملينه. تمام. عشان هتأكد لو جيت قلت له شو اي بي فيرجان سكس روت ورن الراوتنج تابل عارف الفين واثنين واحد بس. ده الشبكة دي والشبكة دي ما يعرفش الفين واثنين. طب ولو جني هنا قلت له شو اي بي فيرجان سكس روت. عارف الشبكة الفين وواحد والفين واثنين. لو ما الشبكة تين دول بس. فبالتالي لو جيت اوصل ما بين الجهازين دلوقتي. خلاص شكرا. ما عادش فيه اتصال ما بينهم بقى خلاص. طب تعال شغل بقى ديناميك روتنج بروتكول. تعال شغل الراوتنج. اول حاجة طبعا هنعملها. هقول له اي بي فيرجان سكس يونيكاست روتنج. تم بس دي خلاص الامر ده انا كنت كتبت المحاضر اللي فاتت او كتبناه احنا بنشغل خلاص. ملوش لازم اللي انا نكتبه مرة تانية. بس لازم الامر ده يكون مكتوب عشان تقدر تشغل اي روتنج بروتكول خاص باي بي فيرجان سكس. طيب بعد كده اتعال شغل الرب بقى. عشان شغل الرب هقول له اي بي فيرجان سكس روتر رب. كنا زمان كنا بنكتب كلمة روتر رب على طول. لكن دلوقتي اي بي فيرجان سكس روتر رب. ولازم بنكتب جنبها. انا نعمل ان تستفهم كده. بقول له كيكتب وورد. الورد اللي انت هتكتبها دي هيحدد رقم البورسس بتاعتك. طيب كده او اسم البورسس بتاعتك. لو تفتكروا في ال او اس ب اف كنا بنكتب رقم جنب روتر او اس ب اف كنا بنقول ده البورسس اي دي. الرب برضو بيحتاج هو كمان بورسس اي دي. ممكن اكتب هنا اي كلمة. ولكن سي 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 ان اي مسلا. سي سي ان اي. يبقى انا كده بطول بعد ازنك شغلي الرب. طعم كده? واسمه سي سي ان اي. اي اسم اي وورد انت عايزه. طعم كده مش مشكلة. طيب مش بعد كده كنا بنكتب ونزيع بقى عن الشبكات الدايرة والنك نعرف احنا هنشغل الرب على انه بالزبط. تمام? يعني مفوك كنا بنكتب كلمة هنا بقى معتش في حاجة اسمها يبقى خلاص. هنا في معتش في اسمها كلمة ازاي? ازاي هقول له الانترفيز ده? هيشارك معنا في عملية الرب والانترفيز ده. هنبقى هنقضت في الرب. هعمل الكلام ده ازاي? انك عايز بقى تدخل الانترفيز معي. يبقى من جوة الانترفيز نفسه. يعني ايه? انا عايز ادخل دلوقتي الانترفيز جي جي زيرو على زيرو معي. فراح ايض له انترفيز. جي جي زيرو على زيرو. اي بي فيرجان سيكس. الاسمه سيسي ان اي. يعني بقول له بعد اذنك انا كنت مشغل لك اسم سيسين ايه? فعل عليه بعد اذنك. فعل عليه الاي بي فيرجان سيكس. او الاي بي اللي انا كتبقى على الانترفيز ده شغله له جوة مين؟ جوة الرب. كده بالضبط اكدنا كنت كتبت كلمة وكتبت عنوان الشبكة الخاصة بالانترفيز ده. بس انا معتش في نتورك بقى خلاص. وانت جوة الانترفيز زي عنها بقى بالرب او او بالاسبف او بالاسبار. تمام? فهنا طوله اب واسم اللي احنا كنا عاملين هو انيبل. كان ممكن ما كنتش اكتب الامر اللي فوق ده. رغوطة الربسيسيني. لو ما كنتش كتبت الامر ده ودخلت جوا الانترفيز مباشرة وقولت له من نفسه كان هيكارية الامر اللي فوق ده. يعني كان ممكن اكتب الخطوة اللي فوق دي او كان ممكن ما اعملهاش. اشتغل من هنا على طب. تمام? وده اسهلية. طيب عازلين نجيب الانترفيز السريل كمان معنا. انترفيز سريل زيرو على زيرو. اي بي فيرجان سيكس ريب سي سينييني. تمام. تعال بقى كده نشوف هل في حاجة اضفت بالرب? شو اي بي فيرجان سيكس روت? ما فيش اي حاجة. هما الفين والفين وواحد بس بكون نكتب جوا. تب فين الفين واتنين ما ظهرتش ليه? ما هو لسه التاني ما اشتغلش ريب. بتاع نشغل التاني اللي قصدي ريب هو كمان. اي بي فيرجان سيكس روتر. وهنكتب اسم. هل شرط اللي انا هكتب نفس الاسم اللي انا كتابته هناك? يعني كتبت هناك سينين اي. على الروتر الاولين شرط هناك اكتب سيني اي. قالك لا عادي اكتب اي اسم. زي الو اس ب f كده. اكتب اي بورسس اي دي انت عايز المشرط بكون متشبه. oughtا هنا ممكن نكتبها ايها اياها او اسمه مختلف. طبعا نسبيتها وخلص. وبعد كده هنخش بقى على الانترفيس. جيجا زيرو على زيرو. وبعد كده هنخش على الانترفيس السريل برضو. نفس الكلام. اشغل بعد ازنك الرب عليه. تمام. كده يعتبر شغلت الرب هنا وشغلت الرب على الروتر التاني. نشوف بقى كده شكل اللي حصل فيه. اه بدأ يترحل في الارها. ار ده اللي هو الرب. ظهرت الشبكة الفين واتنين بادمن دستانس كام مية وعشرين. عارفها من خلال كزا. ده الايبين لينك لوكال بتاع النيكس توب بالنسبان. وهوصل له منين? من انترفيس سريل زيرو على زيرو. طب نشوف هناك كده. شو ايب اه تمام. في شبكة الفين موجودة. ده يمكن يبقى كده خلاص. الراجل ده بعت الابضيب بتاع الشبكة الفين عنده. وده بعت الابضيب بتاع الشبكة الفين نحاول كده نوصل ما بين الاجهزة وبعضها. تمام. ما فيش اي مشكلة. الدنيا كده شغالة ما بين جهازي. تبقى انا مشغل انهي بروتوكول. بتاع نعمل كده. فاكرين الامر ده. شو اي بي بروتوكول? ده كان بيبقى البروتوكولات اللي انت شغال بيه. تمام كده. بس احنا مششغلين اي بي بيرجين اي? بيرجين سكس. فقالت له شو اي بي بيرجين سكس بروتوكول. قال له والله الروتنج بروتوكول اللي احنا شغالين به في ريب اسمه. طبعا الكوننكت الدائر كوننكت ونيبر دي سكابر بروتوكول ده اللي بيعرف مني اللي حواليه. طب ما فعل الرب ده على مين? مفعاله على الانترفيس الجيجا ومفعاله على الانترفيس السرق. ما فيش دي بناخدها في الان بي ان شاء الله. حس لو في اكتر من شغالين معها. طيب انا كده شغلت او الخاص طيب لسه فترة قبيرة. طيب تعال فعل بقى احنا كده اخدنا تعال فعل كمان مين? افرض ما كنتش عايز الشغل بالرب انا عايز الشغل بالاو اس بف. طيب عشان شغل او اس بف هعمل ايه? برضو هقول له بس ما خلاص ما الامر ده انا كتبته. خلاص مش هكتبه تين. هقول له بقى روطة او اس بف. وبكتب رقم البروسس اي دي بتاعتي. عادي زي ما احنا متعودين في بس بعدها ما كنا بنكتب روطة او اس بف على طول زودنا ابناء كلمة طيب بس كده كده طالع قال لي خد بالك او اس بف فيرجن سري. انا مش قادر اجيب الراوتر اي دي بتاعي. او اس بف برسس وان. مش قادر يحصل على روتر اي دي. اعمل له انت هو ايه الراوتر اي ده? لو تفتكر في او اس بف كان كل روتر يبقى ليه اي دي خاص بي. الراوتر اي دي ده يا اما انت تكتبه انت بايدك. يا اما اعلى انترفيس عندك. يا اما اعلى فيزيكال انترفيس موجود. طب هو الوقتي مش لاقي يجيب روتر اي دي. طب ليه انت عندك انترفيس فيزيكال موجودة ما تاخد اي واحد فيه. طب قال لك ماشي بس دي بردين هيئة اي بي فيرجن سكس والراوتر اي دي على هيئة اي بي فيرجن فور. طب حل الموضوع ده ايه. خلو طب اتفضل. الراوتر اي دي بتاعك اهو. وليكن واحد 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 واحد. ده اسم الراوتر بتاعك. طب عايزين نزع عن النتورك بتاعي. هل في امر النتورك هنا في الاسب اف? مفيش هنا حاجة اسمها امر النتورك بقى خلاص. اما اللي عايزين يزع عن شبكتها نزع ازاي? زي ما عملت في الراوتر بقى. كش تحت كل انترفيس. انترفيس. وليكن جيجا زيرو على زيرو. وهقول له اي بي فيرجن سكس. واحد واكتب رقم الاريا اللي انت هتشتغل فيه. وليكن شغالين جوه اريا زيرو. طب والانترفيس السريع نفس الكلام. هنا مش هرجع لهوني جوه اريا زيرو. يبقى كده اكني بالزبط كنت بقول له زي علي عن النتورك دي جوه اريا زيرو. بس هنا فيش امر النتورك بقى خلاص. هنا من جوه الانترفيس نفسه. بس ما تنساش انت مش هتقدر تشغل او اسب اف من غير ما تدي راوتر اي دي. يا اما يكون عندك انترفيس بقى واخد اي بي فيرجن فور في اي اوم هو ياخده من نفسه. تمام? طبقنا شغلت او اسب اف على الراوتر ده. شغله على الراوتر الاقصادي. ونفجر تريبنا. اي بي فيرجن سكس. راوتر. او اسب اف. وان. طبعا هنا البروست اي دي مش شرط تتشابه ولا حاجة. وهتدي له الراوتر اي دي مباشر. واللي هكون اتنين. تفضل الراوتر اي دي بتاعك ها. وخش على انترفيس بتاعتنا. انترفيس. يجي زيرو على زيرو. اي بي فيرجن سكس. او اسب اف وان. اريا زيرو. طبعا هجب يكونوا مشتركين في راكم الاريا. عشان نقدر نشتغل مع بعض. طيب الانترفيس السريا. ونفسه بالضبط. او اسب اف بتاع اي بي فيرجن فور. بس الاختلاف في الاوامر بس. تمام. كده انشغلت المفروض الاو اسب اف على الراوتر مفروض شوية كده وتطلع رسالة. يقولوا اللي في علاقة بقى قامت ما بين الاتنين دول. هدى الرسالة ظهرت ايا. قال لي برسيس رقم وان. في اسم واحد واحد واحد. انا عرفته من انترفيس اسمه. سيري زيرو على زيرو. والعلاقة بتاعتنا كتلودين. قدنا لسه منحامل الديتابيز. ودلوقتي بقت فول. مكتملة بقى خمس. يعني دلوقتي المفروض لو عملته شو اي بي فيرجن سكس روت. الشبكة ظهرت ايا. وموجود جواها موجود قبلها حرف ال او. وحرف ال او يعني جاية بال او اس ب اف. انت رو ارية من نفس ال ارية اللي انت موجود فيها. تمام. يبقى هنا الشبكة ظهرت بال او اس ب اف. وهنا برضو الشبكة ظهرت. هنشوف هنا. ظهرت برضو بال او اس ب اف في الفين وفين. يعني كده الجايزين هيشوفوا بعض. اهو ما فيش مشكلة. قادرين ينصروا بعض عادي ما فيش اي مشاكل. طيب بس واحد يقولي طب انت دلوقتي مشغل اتنين روتين بروتقول. انت دلوقتي روتت له شو اي بي فيرجن سكس بروتقول. طبعا كده احنا مشغلين دلوقتي. ادك وده الرب موجودة اوه. وكمان موجود مين? احنا ما شلناش الرب. طبعا كده قال لك طب بس مين اللي ظهر? هو اللي ظهر في روتين جتيج. طبعا اشمعنا. لان بتاعته ايه? افضل. ال او اس ب اف مية وعشرة. لكن الرب كان كام? مية عشرين. فعشان كده هو صدق كلام مين? او سمع كلام مين? سمع كلام ال او اس ب اف. طبعا كده الرب كده يعتبر ملوش لازمة مخالص ما ال اس ب اف كده ايه شغل. فالمفروض كدنا ممكن نلغي ان هو روتر او اس ب اف ده. ان هو روتر ريب. نشيل الراوتر ريب بتاعها. بس يسيبهم التلاتة شغالين او سيبهم شغالين ما فيش مشكلة. طيب كده احنا شرحنا ازاي نشغل وازاي نشغل الرب وازاي نشغل ال او اس ب اف. تعب المرة نجيب معاني. طبعا انا مش عايزة الشغل بال او اس ب اف هاني عايزة شغل ايه او اس ب ار بي. سهلة. فعال. اول حاجة. هنخش في موضي. روتر. طبعا هتكتب الاول. وبعد كده روتر. وبتكتب رقم اللي هتشتغل فيه. كده شغل بالة بقى هنا في بنحتاج نكتب روتر اي دي. مع ان كنا في ال اي اي ايه لسي ما كناش بنكتب روتر اي دي. هنا بقى في لازم روتر اي دي تكتبه. هنكتب اي اعجر بي. الراوتر اي دي بتاع. وتفضى. واحد واحد واحد. علىelines راوتر اي دي بتاعه. طيب بس بتكتب اين هو بقى كلمة shut down. ايه النوشت داون ده? قال لك بغي يضف قلتو او 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 بس اي نوع من انواع الاي بي بس او بتاعت تبقى جوة مقفولة. فلازم نخش جوة ونقول له نوشت داون يعني فعل او فعل بتاعت مين? تمام? طيب فيك امر هنا? لأ برضو مفيش كلمة هنا. همالها نعمل ايه? روح بقى ونخش بقى انترفيس بقى انترفيس جيجا زيرو على زيرو اي بي اي اجو ار بي وان شغل ال اي اجو ار بي. طبعا هنا مفيش ارية بقى ولا حاجة. والانترفيس السريع شغل ال اي اجو ار بي. تمام? نروح عند الراوتر التاني. نفس الكلان. اي بي فيرجان سكس. راوتر اي اجو ار بي وان. هنا طبعا نلازم رقم الاي اي اجو ار بي راوتر اي دي. وهذا تفضل الراوتر اي دي بتاع اجزت. هنفش جوة الانترفيس نزيع عن الشبكة. انترفيس السريع. اي بي فيرجان سكس. اي اجو ار بي. والانترفيس. طبعا بقولي فعلك اتني بورس امت خلاص هيا. والانترفيس الجيجا. برضو شكلني ال اي اجو ار بي. نتأكد بقى كده اللي هو ظهر في الراوتنج تابل. شو اي بي فيرجان سكس روت. اه ظهرت الشبكة الفينها وقدمه حرف دي. اللي هي جاية بال اي اجو ار بي. وهناك. لو عملنا شوية بفيرجان سكس روت. تمام. وظهرت الشبكة الفين واتنين. جاية برضو بال اي اجو ار بي. طبعا لجنبها ده المترك. لو جينا بقى نوصل ما بين ال اتنين. تمام. ما فيش اي مشكلة. الفراعين بيوصلوا ببعض عادي. ما فيش اي مشاكل. بس احنا كده مشغلين كزا روتين بروتكول. لو النار وريني البروتكول زي كده. قال لي والله انت مشغل دلوقتي وكمان مشغل الرب وكمان مشغل ال اي اجو ار بي. وكمان مشغل مين. تمام كده. بس يعني هما تاتي شغالين بس هو حاطت مين في تمام صح? حاطت ال اي اجو ار بي. ده بش معنى. لان بتاعته كامل? تسعين. لكن كان بكامل مية وعشر. فهو سدق التسعين. والرب كان بكامل مية وعشرين. فهو مصدق برضو التسعين. لان احنا عارفين كل ما قمت ال ادمن دستنس قلة. كل مكان المصدقية بتاعتي احنا. تمام. ده كده شغلنا كده والي اجو ار بي والاو اسب اف والرب. لو عايزين نشوف النيبرز بتاعنا. مش كنا بنكتب شو اي بي اي اجو ار بي نيبرز. طبعا هنا مش هيبان حاجة. اللي مش هيبان حاجة. انت شغال على اي بي فيرجن فور ولا فيرجن سكس. برجن سكس. تبقى لازم بتاع نينك بتاعه. عارفوا من الانترفيس الفوليني. الهلدو داون طايم بيني وجيناه تلتاشر سان. يعني السهل هو تلات سوائن او السهل تلتاشر سانية. لو ما بعدش رسالة بتاعة التعرف اللي ما بيننا. هنوقع علاقة اللي موجودة. تمام. وبرضو لو جينا نعمل شو اي بي فيرجن سكس. او اس بي في نيبر. برضو علاقة اي ما هي. بالراوتر اي دي بتاعك. والعلاقة فول. علاقة مكتملة. نعم كده. بس هنا هو مش شايف طبعا. هو شايف علاقة بس اللي حطه في راوتنج تيبه هو مين? العشان الادمن ديسانس بتاع طايمة. تمام. يبقى كده شغلنا وعملنا وشغلنا الرب خلاص اي بي فيرجن سكس راوتنج اي بي فيرجن سكس راوتر الرب واسمه. وبعد كده بنقش على الانترفيس نفعله تحت الانترفيس نفسه. وجوه الاول اي برضو كتبنا كلمة يراوتنج اي بي فيرجن سكس راوتر اي او مياه. طبعا. هنا كتبها على كتب مكتبهاτεηينوكاست راوتنج فرح تزهر له الايروون وماسشي كتب يراوتنج بعد كده شغله وديه الاولوائي دي. اي او جو راوتر اي دي كزه. وبعد ك pizzك بجوه الاولى الانترفيس ويشغله تحت الانترفيس نفسه. طيب ل 아무ام مختلف اي بي فيرجن سكس راوتر os بي اي في Haushف وان وديه الاولوائي دي وشغله من تحت الانتروفيس. تماما. بكده ابقى انتهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بنكمل خدنا المرة رفعت اي بي فيرشن سكس روتين بروتكول. ده النهاردة بقى نكمل عليه او ننتهي بقى او ننتهي بقى الاي بي بحاجة اسمها اي بي فيرشن سكس اكسس لست. تمام ازاي عمل اكسس لست عشان اعمل كنتلول على اي بي فيرشن سكس امنع ترافق معين او اسمح بموز ترافق معين. طيب اي بي فيرشن سكس اكس اسس لست. احنا اتفقنا الاكسش لست كانت موجودة في اي بي فيرشن فور كتابها او باكد فلتر حاجة كده بحطها عالراوتر بعمل بالفاع بها فلتر للترافق سواء اعمل بي sentence او سواء اعامل stap. بس كان عندك فيIPiversion فور WHY tiny كان في standard وكان في extend وكان في كمان في number وفي name. كان usted standard فيها number و name. وال extend برضو فيها number و name. طيب هنا ابقى في IP verse 6 قالك وفيش ايدي الكلام دة. إي دايب من extend axis list assembly. مافيش فيها number دي لازم تكون ايه? mean. يبقى في كان في standard و extend. هنا مافيش حاجة اسمها هكذا. هنا extendة بس. طيب كان في number و name في IP ging OKje اسمها number هنا. هنا انت هتشتغل ايه? يبقى على هيشتغل دايما وده كان افضل لو تفتكرهم في كان دايما بتقابلنا مشكلة في النابل او في اللي احنا بنعرفش نعدل فيه. كنا بنشتغل بالنيم عشان بنقدر نعدل بعد كده. تمام كده. وكان بيقابلنا مشكلة في اللي هي كان بيبص على سورسه بس. مالهاش دعوه بالدستانشن اي بي. جنا في لا بتبص على السورس اي بي وكمان دستانشن اي بي. وممكن كمان نبص على اللي انت طالع عليه. طيب فهنا اول اختلاف اللي معتفين للمبر اكسس لست ولا اكسس لست. كل اللي شغال طيب احنا كنا نتعرفين دايما في كان في كلمة في الاخر. يعني دايما كنت بعمل كان بيعمل هو في اخر جملة في اخر جملة في يمنع اي نوع من انواع الترافك بعد كده. برضو في نفس الكلام. بس قبل ما يعمل بيزود قبلها. برمة اي س اين بي اني اني. اني دي. نتورك دسكافر اي بور دسكافر اي بور اي بور ادفارتايزمند. واني دي ني بور دسكافر ني بور سلوسيتيشن. اللي هو ده اللي بيستخدمهم في عملية دسكافر للنيبور زاصل. اللي هي بديلة لعملية الارب. اللي كانت موجودة في اي بي فيرجان فور. عشان يتعرف. عالناس اللي حواليه كان بيشتغل بالاربع. في جهاز كمبيوتر. لكن هنا بقى بيشتغل بحاجة اسمها نيبور ديسكوبر. عن طريق رسالة اسمها نيبور سلستيشن ونيبور ادفورتايزمات. فهنا الرسالتين دول لازم يفضلوا شارجلين. فكده بدل ما يطبق جملة واحدة بس في الاكسس ديست في الاخر. لا ده بيطبق جملة تلات جملة. جملتين عشان يسمح لنيبور ديسكوبر وجملة عشان يمنع اي ترافك عادي بقى. فالص زي 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 طيب. يعني نشوف كده مسال. هنا مسلا ده الراوتر بتاعي وده وعند هنا مسلا لو عايزين نعمل عايزين نسمح للترافك بتاع الوب بس. عمل عمل وكتب اسمها على طول مباشر. هنا بقى مش هيحدد له النوع. مش هيكتب له لانه ما فيش جهر نوع واحد بس. عمل اسمح من اي حد للاي حد بس لو طلع ايه? دابيو دابيو دابيو. يعني بسمح بجميع انواع او بجميع انواع الوب راوزنج دلوقتي. سواء دابيو 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 اللي هو بورتو نمبر تمانين او ربعمائة هاتة واربعين اللي هو يعني نفعل بالاتش تي تي بيو وهنا شغل طب بعد كده عايزين نطبق على الانترفيس بقى. دخل على الانترفيس مش اكسس جروب بقى. هنا بقى اسمائي ترافك فلتر. يعني بقى نزلنا هنعمل فلتر للترافك بتاعنا. طب الاكسس الاسمائي اللاويب طب الديوركشن ان ولا الاوت قاله لا الديوركشن هيكون او. طبقها افضل ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. نفس اللابي اللي اشتغلنا عليه المحاضرة اللي فاتت هوت. ادي الشبكة بتاعتنا. ادي الشبكة هنا الفين. هنا الشبكة الفين وواحد. هنا الشبكة الفين واثنين. والاجهزة كنت شايفة بعضها عادي مفيش اي مشكلة. طب تعال كده نزود سيرفر كمان هنا مسلا. طبعا نزود الجهاز هنا. طبعا كده. ونحاول نطبق تمنعنا من الوصول ليه. ادي السيرفر اهو. وادي له اي بي الشبكة الداخلية. طبعا ممكن نعمل له وهو يسحب هو اي بي من نفسه. طبعا كده او اي اي اتشي بي او اي احنا هندي له احنا اي بي مقطتين اثنين. عشان بس يبقى سهل بالنسبة. مش هنا للشبكة الفين واثنين. ده الفين واحد وده الفين واثنين واحد وده الفين واثنين تمام. آآ ستلاش كزا والجتوية بتاعك الفين واحد الفين واثنين واحد. نشوف كده الناس عارفة توصل بيه ولا لأ? فيش مشكلة. اللاب اللي معه بيوصل بيه عادي. واللاب ده فيه مشكلة هنا في الاتصال ما بينهم. ساقوة هني كده اشوفوا المشكلة ايه? طيب هي كان بس المشكلة هنا كان بسيطة. المشكلة بس اللي كان الكيبورد بتاعتي معلقه فما كانش كاتب هنا. فما كانتش كتبة اربعة وستين كان كتبة سلاس ستة بس. طبعا. طبعا. دلوقتي بقى لو جاننا نوصل. ما بين الجهاز ده والجهاز ده. الدنيا تمام شغالة. مفيش اي مشكلة. طيب. تعبع نطبق دلوقتي عشان امنع الراجل ده يوصل ده بس كبراوزنج. هو ده ينفع اشتعلك براوزر على كده. سيرفس. اتش تي تي بي. اول واحدة. تمام. ادي الصفحة بتاعت الاندكس. الصفحة الرئاسية بتاعت الموقع. هو كاتب هنا welcome to Cisco Bucket Trace. تعال نكتب احنا welcome to IPv6. IPv6. سيف. دلوقتي لو جيت دلوقتي من هنا. وقلت له. افتح للصفحة الفين واتنين. اتنين. انتر. فعلا قدر يجيب الصفحة بتاعتها. welcome to IPv6. طيب. تب تعالى بقى كده. عايزة امنع نحتيتة البروزنج دي. تمام؟ امنع البروزنج ده ازاي. هجيب بقى على الراوتر ده. اقول له بعد اذن. IPv6. تمام كده. ايه اكسس ديست. بتاع نسميها مسلا. ديناي. ديناي. ويب. يبقى انا كده قلت له عمل لي اكسس ديست. طبعا هايبقى لها واسمها ديناي. طبعا تعمل فيها ايه? عايزة اقول له فيها بعد اذنك هنعمل ديناي. ديناي له ايه? ديناي لو كان جاي تي سي بي. من كان الفين كلها. نعمل كلها ستاشة اربعة وستين. راحة للغسط. الفين واتنين. اتنين. بس اكوال دبيو 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 دبيو. سواني. هو الامر ما كانش كامل معايا. هنا هكتب دي قبلها بس. وهلجع هكتبها مرة تانية. بس هيكملها. تمام. يبقى كده اقول له بعد اذنك اعمل لي اسمها ديناي واب. تمام كده? هتعمل لي فيها لأي بس لو كان جاي من الشبكة الفين وراح يكلم الهوست مين? الفين واتنين اتنين ده. بس طبعا ده اي بي السيرفر. تمام كده? بس لو راح يكلمه دبيو 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 ده. اللي هو الاتش تي تي بي. تمام? طب عايزة اسمح بكم معي اترافك بقى عشان هو هكده هيعمل لي بقى. لا هقول له اسمح بقى لكل. برمت. اي بي فيرجان سيكس اني. اسمح بقى لاي حد يكلم اي حد ينفيش مشكلة. نعمل بقى شو اكسس ديست كده نتأكد ما اللي احنا عملناه. قال لك انت عامل اي بي فيرجان سيكس اكسس ديست اسمها منع فيها من كزا لكزا. وسمح بها لبقى. لقص خطوة بقى نطبقها على الينترفيز. هنا هن pistol بقى على الانطرفيز فين؟ ممكن ان طبق على الانطرفيز اي جيجي zero على zero او انترفيز سيريال 밀بجان زيرو على زيرو لو طبقط على الانطرفيز ده. يبقى الديل غيري겠شن بتاعنا هيكون لسه ايه? in. لان اترافك لسه خارج من اللابتوب هنا عايز يدخل الانطرفيز بتاع الراوتر ده. لكن لو طبقط على السيريال هيبقى الديل غيريكشن ايه? ات انا عايز اخروق من هنا. طيب اتعام طبقة في الدياريكشن ان. اقول له انترفيس. ديجا. زيرو على زيرو. اي بي فيرجن سيكس. تمام كده. احنا عاملين اسمها ايه? اسمها ايه. هاتها على طول. تمام? يبقى كده لطول بعد ازنك اي ترافيك هيدخل من الانترفيز ده طبق على عليه الاكسس ديست اللي اسمها ديناي وب. تعال نشوف بقى كده خارج الاكسس ديست ده هيحصل ايه? لو عماني دلوقتي شو اكسس ديست. انت عامل دي وبرمت للبادي. طيب نشوف كده. لو كده نوصل من هنا هنا. الدنيا ساكسس فول. طب تعال نشوف. شو? قال لي هنا يعني تعمل لها ايه? طيب. طب تعال نشوف كده. من هنا الهنا. برضو ساكسس فول. طب تعال نشوف هنا. يبقى كده برضو تعمل لها كده. طيب. طب تعال طبعا هي ما اتمنعتش ليه لانت راح ايسي مبيديو الوقت انت مش راح تعمل البروزن. تعال بقى نعمل براوزنج بقى كده. الفين واتنين. اتنين. حال في حاجة ظهرت? لا. يبقى كده اتعمل لها بيرمت ولا كده اتعمل لها بقى. تعال نشوف بقى كده في الراوتر. شو اكسس اتعمل ديناي كان مرة اتناشا مرة. ايه اتناشا مرة هو لحق? مش كان عمال يبعت كازر اعمال يبعت افتح الموقع ده افتح الموقع ده اعمال يبعت كازر مرة واحدة. فبالتالي مش قادر يوصل للموقع ده. ليه? خلاص ما انت مطبق هنا اقول له امنع اي مع الموقع ده لو راح يكلامه دا ويدا ويدا. لكن لو راح يكلمه اي تاني بقى اي تاني بفيش اي مشكلة دخلص. تمام? فده كده كانت اي بي فيرجان سيكس اي بقى الفكرة بس باختصار او ببساطة. فهم كده بتاعنا بدل ما كان في نمبر ونيم في اي بي فيرجان فور هنا بقت دي بس. بدل ما كان في بس. بدل ما كنا بنتبق بس في اي بي فيرجان فور هنا بقى في بس عاملين برمت للنيبر ديسكافر بروتوكول عشان يقدر يعمل ديسكافر للنيبرز اللي حولي. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.